ازا مالك يخرج امام نهضة بركان باقل الخسائر ويحافظ على اماله في الفوز بالكونفيدرولاية اداء اقل من المتوقع للزمالك النهاردة امام نهضة بركان تحديدا في الشوت الاول بزهاب نهائي الكونفيدرولاية ظهور مخيب جدا للامال لمعظم اللاعبين اللي تحسنوا نسبيا في الشوت التاني هدف للجزيري بعد هدفين نهضة بركان حافظ للزمالك على فرصه في الفوز بالكونفيدرولاية مباراة ايام بيش سهلة بس العشن في جمهور الزمالك كبير ان شاء الله يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة منذ لحظات انتهت مباراة زهاب نهائي الكونفيدرولاية الافريقية بين نهضة بركان والزمالك ونهضة بركان فاس بهدفين مقابل هدف واحد يسوف وضايو سجل هدف سجل الهدف الاول لفريق نهضة بركان في الديئة 13 بعد كده عادل تحيف سجل الهدف التاني في الديئة 32 وعدل سيف الجزيري من وضع الزمالك في البطولة ككل في الديئة 46 ديئة الاولى من الشوت التاني دي او ده ملخص او اللي حصل في المباراة على مستوى النتيجة ولكن على مستوى الاداء فحاجة تزعل حاجة تدايق حاجة محبطة جدا جدا اكلمك بصراحة اولا علشان بس ناخد نصف كوباية المليان الزمالك فعلا طرع النهاردة بقى اقل الخسائر والنتيجة دي نتيجة جيدة في عرف المباراة الزهاب والقياب نتيجة جيدة جيدة يعني ايه يعني الزمالك هادة خلاص ياخد البطولة ان شاء الله ماشي الوضع ما كانتش بينزر بدا خالص هدفين فاقول نصف ساعة على نهارة بركان احنا رايحين لكارثة من حسن الحظ تاني من حسن الحظ فقط من حسن الحظ فقط لا تدخلات جوزي جوميز اللي ما تدخلش اصلا ولما تدخل ادخل بطريقة عجيبة هقولك عليها دلوقتي ولا من لعبت الزمالك اللي معظمهم النهاردة ما كانوش في افضل احوالهم كانوا سايقين بقى من الاخر مش هجمل الكلام كانوا سايقين انا مش مصدق النهاردة احمد فتوح مش مصدق حسامة عبد المجيد مش مصدق كل خط الدفاع بتاع الزمالك بما فيهم عمر جابر وبما فيهم حمزة المسلوسي مش مصدق طبعا 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 مش مصدق سامسون اكنيولا انت بتلاعبوا ليه انا بصراحة بس مش هلوم اللاعب بقى بدي جوزي جوميز النهاردة ارتكب مش خطأ خطيقة كبيرة باشراك سامسون اكنيولا في الشوت الاول من الشوت الاول يعني انا فهم ان سامسون ده يبقى ورقة معاك على الدكة تستخدمها خاصة ان انت الدكة بتاعتك مش تقيلة ولعب السهل ولعب الواضح النهاردة حسيت ان جوزي جوميز المدرب اللي انا مقتنع بها مش مغير كلامي انا شايفه مدرب جيد ما زلت يعني عند رأي بس النهاردة كان عنده كوارس ابرازها سامسون سامسون النهاردة بدأ شمال وبعد كده على يمين هجيب لك شوية لقطات دلوقتي وبعد كده على يمين وبعد كده سترايكر والراجل مش عارف يعمل فيه ايه مبوز اللعب سامسون مبوز اللعب كله وازهر فتوح بشكل كارسي يعني هو فتوح النهاردة اصلا مش في افضل مستوياته على مستوى الفردي طيب على المستوى الفني في ارض الملعب كان فيه كارسة ايه هي ان فتوح دايما مسك الجامعة دي لوحده دفعين وهجوميا فيه كارسة فاي هجمة للوداد اه عفوا لنهض البركان كانت بتبقى من ناحية الشمال من ناحية فتوح يعني من ناحية اليمين بتاعت نهض البركان سدح مداح عيش زي ما انت عايز تعيش العب زي ما انت عايز تلعب يا مهاجمين ناحية البركان اعملوا لو انتوا عايزينه كوارس تكتكية النهاردة وبعدين لما تلعب قدام فريق مغربي على ملعبه وملاكش دعو بالاسم بتاعه ناحية البركان بقى الوداد الرجاء اي فرقة تاخد حذرك جدا ليه ان الجمهور المغربي عموما مع اي فريق جمهور صعب فبينزل اللعيبة بتاعته في حماس شديد جدا وينزل المنافس مهما كان تحت ضغط عصبي كبير جدا وده اللي حصل انا من اول تلاتين ثانية انا لقيت فريق ناحية البركان عنده تلات اربع لعيبة في منطقة جزائي الزمال وفيه عجمة خطيرة تخضيت ايه ده فانت فتح خطوطك تلعب بخطوط متبعدة مش مقفل كويس في الاول الاول ده احنا ده احنا المعلقين ما شاء الله بيقولوها بسم الله الرحمن الرحيم كده يقولك ايه امتص غضب المنافس امتص الحماس الجماهيري امتص مش عارف ايه اعمل الحاجات دي مفيش متعملتش النهاردة النتيجة كانت تنظر بكارثة من حسن الطالع الحمد لله الحمد لله ان الزمالك النهاردة كان off day مش يومه وخرج باقل الخسائر توسم خير جدا ان المباراة العودة الزمالك يظهر بشكل افضل بكتير ان شاء الله انا بقى الحلواتي مش قادر اتصور اللقطة بتاعة سامسون على فكرة لاول مرة في حياتي في الكرة لاول مرة في حياتي في الكرة اشوف لاعب واحد اتغير مركزه ثلاث مرات في نص ساعة في نص ساعة الراجل تايه برا يا سيدي خلاص اخطأت وحسيت ان هو مالوش مكان في الملعب خرجه ان شاء الله بعد ربع ساعة بس هو عشان عمل الكارسة وما عندوش دكة تقيلة فما كانش عايز نزل حد من دكة بدر بدر عشان هيحتاجهم اكيد في الشود التاني فكمل بسامسون هتولي الثور يا شباب سامسون بسم الله الرحمن الرحيم بدأ على الشمال الصورة اللي بعدها اهي بص يا سيدي دي الصورة اللي سامسون فيها بدأ من ناحية الشمال دي دي على يمين ولا الشمال يا شباب عشان الصورة عندي بالعكس كده سامسون على شمال الملعب لا يا جماعة ده كده على يمين عشان طيب دي طيب ما تصغروا الصورة شوية عشان افهم انا عشان انتم بكبانين الصورة اوف انا مش قادر اشوف ماشي يال كده دي سامسون هو على يمين هاتوا بقى الصورة اللي هو على الشمال دي سامسون هو على الشمال دي بداية المباراة دي بداية المباراة كان سامسون على الشمال بعد كده بقى على اليمين هاتوا الصورة اللي على اليمين اهي بعد كده كان ده كله في نصف ساعة شباب مش من بعيد يعني بعد كده بقى في مركز المهاجم على الشمال كان زيزه على اليمين بعد كده الراجل ودهه على اليمين بقى زيزه على الشمال بعد كده ودهه مهاجم جاب سيف الجزيرة على الشمال وتايه تايه جوزي جوميزي النهاردة وامتوهنا معاه ليه كده ليه كده وراجل اصلا في الاصل هو مهاجم مستحيل تاخد منه قدرات دفاعية الجناح ده الجناح اللي بيقوله عليه الجناح العصري في اي مكان في العالم لازم يبقى عنده ادوار دفاعية لازم يكون بيشتغل دفاع بشكل كويس فانت النهاردة حبيت تألف فكانت هتسبب كرسى للزمالك من حسن الحظ انه مكنش فيه كرسى من حسن الحظ انه الامور اتعدلت وفتوح انا هلوم على فتوح في جزء انا مش هلوم فتوح كليا بس انا بتوسم خير وجمهور الزمالك طبيعة الحال متوسم خير في الخبرات اللي عنده القليلة اوي اللقايبة الكبيرة اللي عنده قليلين ده هو بسم الله الرحمن الرحيم عنده منتخم مصر في الزمالك زيزو فتوح فانت التقيل اللي في اللعبة مع عزيزو ما ينفعش تعمل فاول ملوش لازمة الفاول اللي جي منه الجونة التاني فاول ملوش لازمة الكرة ده اللعيب خلاص على الخط برا في التماس هيعمل ليه بالكرة يا توقع تعمل فاول ليه ضربة الجزاء برضو ما كانش مغطي كويس لحد ما لقى بوسل لحسامة عبد المجيد بشكل برضو غريب حسامة عبد المجيد ارتكب خطأ جسيم وعمل ضرب الجزاء مالهاش كويما في البداية فتوح ما كانش فتوح النهارده بصراحة يعني بصراحة جزء كبير عليه وجزء اقل على جزي جوميز اللي مدلوش المسندة الدفاعية الجايات عواد عواد ماشي بشكل جيد لحد كبير الفترة الماضية معنات الزمالك همحبش هبقى قاسي لمجرد خطأ النهارده همحبش هبقى همحبش هبقى الفترة يعني بس انا بابقى مستني عواد في المطشات دي ما هو حلوة انك تلعب مطشات جيدة مع الزمالك بس المطشات الكبيرة الحسيمة دي انا عايز يشوف حارس كبير حارس بيأمل انه يبقى حارس منتخم مصر لكن حارس منتخم مصر في كرة عرضية في كرة سابتة ما بيقفش يتحامى تحت الثلاث خشبات بياخد خطوة واثنين ياخد قرار يطلع برة ياخد قرار انه يترمي بسرعة لكن كرة ضعيفة وقريبة جدا من الستة يرضى وكل حق يعني ممكن كان لو واخد خطوتين يطلع يخدها بدري بدري ده واحد ما تلعش خده كرة تلعبت ضعيفة ترايض ضعيف بس عشان هو كمان هو مش على خط الجول ده كان جوا الجول وبيصدها دي مش سمات حارس كبير مع كامل الاحترام وتاني عواد عامل مطشات جيدة مع الزمالك الفترة الأخيرة مش عايز بس بقى ايه ظالم يعني بس انت اختبارك الحقيقي في مباريات زي دي طي هتقول لي يا كريم انت عملت انتقد كل اللي كانوا بيلعبوا النهاردة او معظم اللي كانوا بيلعبوا مع الامل قائم والزمالك عنده فرصة الامل قائم جدا الزمالك عنده فرصة كبيرة جدا 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 انه يفوز بهذه البطولة بس هيبقى من الظلم عشان النتيجة جيدة معقولة يعني ويقدر الزمالك بهدف ياخد البطولة في القاهرة ان انا اطلع اقول لك ان كل حاجة كانت تمام النهاردة وكله كان زي الفل لا نهاردة الحظ اللعم مع الزمالك وبالمناسبة من حسن الحظ ان معين الشعباني قلق الشوط التاني مع الهدف المبكر للزمالك قلق وقالك لا احفز على الفوز فما كانتش بياخد المخاطرات الهجومية اللي كان بيعملها في الشوط الاول لا تراجع تراجع نسبيا يعني فده فد الزمالك النهاردة القاهرة في مبارات القاهرة بإذن الله انا متوسم خير جدا 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 ان الزمالك يفوز بالبطولة وبالمناسبة برضو انا بلتمس للزمالك العزر وبلتمس لجوزيجوميز العزر انه ما عندوش عمق في التشكيل عمكة في القائمة اللي يقدر لو لعيب النهاردة يعني مثلا النهاردة فتوح مش في مستوى هطلعها نزل مين دونجة مش في مستوى هطلعها نزل مين سيف الجزيل وسامسون ما بقوش في مستوىهم هطلعها ونزل مين يزيزو ما مش فاي هطلعها ونزل مين اي لعب في الزمالك هي التشكيلة كابتلعب النهاردة مش فكده الراجل لحد اخي الوقت يعني لحد ديها 70 كان بينزل نضاي بدل من سامسون مش قادر بيبص على ديك كايمين وشماله كده لا مش هعمله الفارق اه لعيبة ماشي كويسة بس مش اللي هتصنع الفارق فبرضو له عذره بس بما انك انت الدنيا متكتفة معاك ما تكتفهاش زياد ما تأفورش في التفكير الاوفر كوتشينج دوت اللي احنا بنقوله دايما على بيب جورديولا ما تجيش تعمله وانت قايمة ناقصة اصلا لما بيعمله بيب جورديولا هو عنده وتمالين لعيبة جهزين وحلوين ورائعين انت بتعمله ليه سامسون ماشي بشكل جيد في الدوري وانت بتلعب مع منافسين في الدوري تقدر تهاجمهم بواحد واثنين وثلاثة ويبقى عندك مشاكل في الدفاع بس تعرف تعود في اليجوم تفاصيل لكن مباراة خارج ملعبك في نهاية بطولة افريقية ما ينفعش تأبدا كان ياخد النهاردة جوزيجو ميز المخاطرة دي عموما هارد لك للزمالك النهاردة الأمور هتتحسن بإذن الله في مباراة العودة الأسبوع القادم متفائل جدا ان الزمالك هياخد البطولة متفائل أكتر جدا جدا بجمهور الزمالك إحساسي ان جمهور الزمالك في مباراة العودة هو الورقة هو الورقة اللي هتخلص الحكاية كلها لعبة نادي الزمالك بتكافح وتؤدي جوزيجو ميز ما زالت عن درينه مدارب جايت بس أخطأ النهاردة أخطأ جسيمة مباراة العودة دي مباراة جمهور الزمالك يعني مسندة ودعم وهتفات ولا تتوقف فأنا عارف كيف جمهور الزمالك بيعمل كده مش محتاج نصيحتي يعني بس يلا شد حيلك التذاكر خلصت زي ما قلت لكم من بارح كانت شركة تذكارتي علاية التذاكر مباراة القاهرة خلصت يعني ده معناه ان الاستاذ مليان عن آخره على آخره وبالتالي تشجيع بقى تشجيع وصبر الزمالك محتاج إيه؟ محتاج جول أنا بقى لعز مالك لما بيتصار بقى على ما علوكو بقى وجوزيجو ميز يتكلم معاهم الجهاز المعاون اهدوا لعبت الزمالك تهدأ انت محتاج جول تجيبه في الديئة الاولى تجيبه في الديئة خمسة وتسعين انت محتاج جول فعلى مهلك وتركيز وينهاء جايد للهجمات وشغل محترم فني مفيش تجويد والدنيا تبقى سهلا إن شاء الله إن شاء الله هارد لك للزمالك النهاردة بإذن الله يوم السابت نفرح كلنا بفوزيج زمالك بالكونفدرالية طيب دي حكاية فيما يخص الزمالك والنهاردة اليوم كله عن الزمالك والمباراة النهاردة مع ضيوفنا الكرام النهاردة النادي الاهلي أرسل خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيه عن الكثير الذي بحسب بالنادي الاهلي الذي أصاب السوابة التي تحكم الأضاقة مع الاتحاد في ظل الإصرار على عدم تطبيق اللوائح والالتزام بالأطر الإدارية الصحيحة ووجود أخطاء تحكمية تهد العدالة بين الفرق المتنفسة طيب بقى النادي الاهلي كان فيه عدة طلبات من الاهلي لاتحاد الكرة بعد كل الكلام الكتير اللي كان فيه انتقاد من الاهلي لأسلوب عمل اتحاد الكرة أقول لك الطلبات اللي طلبها النادي الاهلي النادي الاهلي أولا تعيين حكام أجانب لمباريات الاهلي التي سوف يقوم النادي بالإبلاغ بها لاحقا ويتحمل التكاليف المالية المطلوبة النظير ذلك وعادة النظر في معايير اختيار الحكام في المباريات بما يضمن الحد الأدنى من العدالة بين الأندية ثانيا الإفادة بما تم اتجاه اللاعب الذي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحة فيفا باعتراف الاتحاد المكتوب في 4-1-2024 وأسباب عدم تطبيق اللائحة بشأنه حتى الآن رغم اختار الاهلي للاتحاد بلجوء اللاعب للمحاكم المدنية بتاريخ 17-2023 وحن نتكلم هنا عن محمد الشيبي وقصته مع حسين الشاحات سالسا موافاة النادي بلائحة كأس مصر التي تنظم المسابقة وما تضمنه من شروط وجوائز وجوانب تسوقية خاصة حال إقامة أي من مباريات البطولة خارج البلاد وكذلك بالسلد اللائحة اللازم ومقتضاء لا يحق للاعيب الأهل الدوليين المشاركة في دول 32 لبطولة الكأس رابعا الإفادة بالأسباب الحقيقة وراء عدم القيام بمحاسبة المسؤول بالإدارة التنفيذية للاتحاد الذي أضحق الأهل وأخفى خطاب كاف الخاص بصدافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالكاهرة 2021-2022 وفقاً لما جاء في تحقيق وزارة الشباب والرياضة حين ذاك يعني إيه؟ من الآخر يعني الأهل بيعمل إيه؟ أنا هجيب لك الأديم والجديد أنت مدايقني فأنا هجيب لك الأديم والجديد حتى الأديم اللي أنت فاكر لا نسيته لا أنا مش نسيه هاتلي بقى اللي أخفى الخطاب بص بقى أنا قصة الدوليين مايلعبوش في كاس مصر دا مش عاجباني ديني اللايحة اللي بتقول كده أنا قصة الشيبي دي أنت ما بتخلصهش لها اللوقتي دي أنا معرفش أنا قصة الحكام هجيب حكام أجانب تمام؟ تمام ده البيان وبالمناسبة من حق النادي الأهلي أن يبحث عن حقوقه كاملة واحد اتنين من حق نادي الزمالك أن يبحث عن حقوقه كاملة 3 و 4 و 5 لحد 20 كل الأندية في مصر من حقها أن ترسل وتخاطب اتحاد الكرة وتبحث عن حقوقها كاملة حلو كده؟ حلو كده؟ متفقين صح؟ ماشي وأنا بقولك العبس اللي احنا فيه في الكرة في مصر بغض النظر من اللي غلطان أو من اللي مش غلطان سببه أولا وأخيرا اتحاد الكرة هتقول لي أنت بتقول كده عشان تدفع على أهلي لا بتقول كده عشان الزمالك كمان طلع من يومين بيان بتدفع عن الزمالك لا ولا عشان اتحاد الكرة مالوش جمهور لا بالعكس الناس في اتحاد الكرة تحديدا عارفين أن أنا في المكان ده بحاول طول الوقت أضوأ أنور الحاجات الإجابية اللي هم بيعملوها عشان هم فعلا مش هيلوهم سندة مالوهمش جمهور طبيعي يعني ماشي بس أنا زهيت أنا كريمة هو أنا بني آدم بيحب الكرة في مصر زهيت بمه من العبس ده أنا تقريبا بياري 15 سنة شغال الشغلانة عايش في مجموعة من البيانات والطلبات والخناء والمشاكل والعزمات والحواديد والقصص والحكام الأجانب وحكام مصريين لا الحكام المصريين لازم ياخدوا فرصتهم لا الحكام الأجانب بيريحونا لا أنت بتظلم فلان لا أنت بعملتش لفلان طب اش معنى ما عملت ليش زي ما عملت له اش معنى أجلت لده ما أجلت ليش احنا الكلام ده من ساعة مطولات أو من ساعة موعدة على الكرة أنا بسمعه وبشوفه وعايش فيه طيب ده سببه ايه يعني الأهل النهاردة لما طلع بيان طلعوا ليه الزمالك لما من كام يوم طلع بيان طلعوا ليه المصري الإسماعيلي بيرامدز كل الأندية دي هي بتطلع بيانات ليه هقولك ليه بص أنا هجيب لك خلاصة الخلاصة في الحكاية دي عشي تبقى تفاهمها بس كل نادي بقى فاهم وعارف إن أنا لما بضغط باخد حت حتة من أي حاجة بقى حتة من أي حاجة شوف أنا الكامل بقول لك دوت كل الأندية اللي في مصر بإداراتها بأجهزتها الفنية بلعبها فاهمينه كويس أنا لما بضغط باخد حاجة والله أخد لي تأجيل مطش والله أخد لي مطش بدل الصبح يبقى بالليل أخد لي مطش الحكم ده مدايقني فيجيبولي حكم تاني هاخد حاجة هطلع بحاجة فلو الزمالك طلع بيان فهياخد حاجة فالأهل قالك طب لأ ما هو كده الزمالك هياخد حاجة ما أخد أنا كمان المصري قابله تم أخد حاجة فالإسماعيل يرد تم أخد حاجة أنا كمان وهكذا فاحنا منقشها كده طيب ده معناه إيه؟ معناه أن الناس المسؤولة عن الكورة دي ناس يعني أنا ما بحاول دايما تبقى ألفاظي مناسبة يا جماعة حرام يا جماعة حرام اشتغلوا بضمير اشتغلوا بعدل اشتغلوا بلوايح واضحة اشتغلوا بقوانين واضحة على الكل على الكبير وعالصغير هو أنت لو اديتني لائحة واضحة لكل حاجة وحاجات مفهومة وحاجات معروفة أنا حعرف أطلع بيان ويقولك أنت غلطان في واحدة اتنين ثلاثة يعني مثلا في الحتة بتاعة الكاز دي يا باشا ما تبعت له اللائحة وقوله اللائحة دي بتقول أن انت هتلعب كاس مصر من غير الدولين فيه اللائحة بعتله ما هو بيقولك ما بعتليش فخلاص من حقه يا الكل ماشي الشيبي هو راجع حضرت لك التواريخ النادي الآية لحضرت لك التواريخ من ساعاتها بتقوله ما ينفعش يروح لمحكمة مدنية خدت إجراء ما خدتش حكام أجانب ما انت سايبها مفتوح مش انت قلت قبل كده اللي عايز حكام أجانب يدفع ويجيب ما انت سايبها مفتوح لكن لو انت قلت بلوايح ان البطولة المصرية يديرها حكام مصريين ولا يجوز حكام أجانب في البطولة المصرية ما حدش هيفتح بقه بس كل حاجة سادح مدايح كل حاجة سادح مدايح فعلشان كده الاهلي عنده حق مية في المية في كل طلباتهم وبالمنطق الزمالك كان عنده حق المصري كل الاندي أصلا هو لما بيجي يطلب طلب ايه بيشوف الصغرى اللي عندك ويطلب على الأساس ليه؟ عشان انت عندك صغرات وعوار في كل اللوايح والقوانين والقرارات والتليفون ييجي ماشي ماشي داية والتليفون يقفل وخلاص ما تمشي يا باشا الاندية بتغير مواعيد مبارياتها بالنهار وبالليل على حسب حالة اللعيبة الفنية والبدنية يا كابتن ما يعني خليها بالليل يا كابتن ما تخليها بالنهار يا كابتن طب ما تخليني بكرة بدل النهار وانت يا عيني ايه تلاقي ماتش تأجي اليوم ولا تأجي بدل النهار بالليل تفتكي انه في حدث سوحاة كبيرة لا الموضوع سعي لاوي فاحناك كفاية بقى كفاية عارف احنا بنقوليك كلمتين دول امتى بنقولهم دايما لما منتخم مصر بيتعصر نقول النظام في الكورة في مصر واحنا خسرنا كاس أفراقية عشان ما فيش النظام وما فيش دوري وما فيش لوائح وتأجيلات وبتاع موصلناش كاس العالم عشان مش عارف ايه وبتاع احنا بنعيش ده يوميا دون تعديل ودون اي اصلاح اطلاقا خالص بقولك الحكايات اللي اقولها لك ديت انت وانا عايشينها من عشرات السنين كم مرة شفت الاهل مطلع بيان ينتقد فيه اتحاد الكورة والحكام وخلافه كم مرة شفت الزمالك عمل نفس الامر كم مرة شفت الاسماعيل والمصري وبراميز كل الاندية كم مرة كم مرة متساعد ما شفت كورة تاني عشان بس بتفكرشي اللي انا بلوم على الاهل بقولك اللي ايه عنده حق والزمالك كان عنده حق والمصري كل الاندية عندها حق تمام بس احنا عاشين كده عشان ما عندناش اتحادات كورة لا دلوقتي ولا قبل كده ناس ما بتحكمش ناس بتتحكم من الاندية للأسف يعني المفروض هم اللي بيحكموا الكورة الاندية هي اللي بتحكمهم والاندية هي اللي بتزعل منهم تخيل يعني تخيل انت مثلا ايه انت ممشي واحد على مزاجك وتيجي تقول له كمان ايه انا زعلان منك ليه يا سيدي ام انا بعملك اللي انت عايزه لا بس يعني بص مش عاجبان انت تحك تفش بس الدحكة مش عاجبان ليه عشان انت اصلا سمحت بده من الاول فخلاص سمحت ده لإيه مش سمحت انت شخصية ضعيفة لأ سمحت عشان انت لوايحك وقوانينك فيها عوار وضعيفة ضعيفة جدا يعني دي حكاية بالملاسبة يعني مستشار محمد شرين رئيس لجنة الانضباط قال له صحة لتقديم اللجنة لاستقالتها وعملنا النهاردة الجلسة في مقر اتحاد الكرة لمنقش تعادل من الملفات والقضايا وقال انه تم نقل مقر انعقاد الاجتماعات للجنة من مركز التعليم المدني لمقر اتحاد الكرة فيما هو قادم وقال ان مفيش صحة للبت في قضية الشيبي والشحات ولزال الامر تحت الدراسة قال له كمان ان بعد كان فيه وصل من رد من الفيفا انه قصة الشيبي وحسين الشحات دي شأن داخلي والفيفا ملوش الله قابلها يعني المفهود احنا اللي نحكم في هذا الامر ماشي ماشي نادي مودرد فيوتشن النهاردة اعلن تشكيل جهاز فني جديد بعد رحيل الكابتن تامر مصطفى بقياة الكابتن الكبير كابتن طلعت يوسف كان تم توجيه الشكر للكابتن تامر مصطفى منذ ساعات وضعت مودرد فيوتشن قرارة تعيين الكابتن علاء ميهوب مديرا رياضيا للنادي والغاء منصب مدير الكرة تشكيل الجهاز الفني الجديد هيكون كالتالي طلعت يوسف مدير فني حسن موسى مدرب عام مونير اقيلة مدرب عام دانيا الخيمينيس مدرب مساعد ومحمد يونس مدرب حراس واحمد عبداللطيف مخطط احمال وكريم فاهمي محلل اداء ده تشكيل الجهاز الفني الجديد لمودرن فيوتشن بالمناسبة كابتن مصطفى هو من طلب الرحيل عن مودرن فيوتشن دي حكاية كابتن جمال علام رئيس اتحاد الكورى النهاردة عمل جلسة تنصيقية جامعة الجهاز الفني المنتخب مصر الاول بقية كابتن حسام حسن المدير الفني وابراهيم حسن مدير المنتخب وايضا مع روجيرو ميكاليا المدير الفني المنتخب الاولمبي للتنسيق والترتيب المرحلة اللي جاية والحديث عن بعض الامور الفنية اللي بتخص الجانبين ماشي الحال على خير ان شاء الله بالنسبة لمنتخبنا الاول والمنتخب الاولمبي طيب عايز اقول لكم برضو التصريحات لسه وصلنا يا من المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك وايضا نهارة بركان جوزيجو ميز قال انه الزمالك لم يبدأ الشوت الاول بشكل جيد في لقاء نهارة بركان في زياب نهائي الكلفدرالية وقال ان الاداء كان افضل في الشوت التاني وقال مش سعداء بالنتيجة واشعر بقدراتنا على تغيير نتيجة المباراة في الشوت التانية والمباراة التانية بالقاهرة وقال حضرنا للمباراة من اجل تحقيق الفوز في لقاء الزهاب ولكن كانت هناك بعض الاخطاء في الشوت الاول واستغل لها فريق نهارة بركان بشكل صحيح وقال لم اتوقع النتيجة قبل اللقاء نهارة بركان فريق قوي واستعدينا بالطريقة التي العب بها وكان من الممكن ان يقدم الزمالك مستوى افضل وقال كمان ان الزمالك يجب ان يركز بشكل افضل ويقلق فرصا اكبر من اجل التسجيل وتهديد مرمى الفريق المنافس في اللقاء كمان معين الشعباني المديل الفني الفريق نهارة بركان قال المبركة صعبة على الفريقين والدليل على ذلك تسجيل اهداف لكل الفريقين وقال كمان ان انتهى الشوت الاول وهناك اشواط اخرى في مصر او شوت اخر في مصر سيكون يوم الاحد اللي جاي وقال كنا قادرين على تسجيل اكثر من هدفين في الشوت الاول وقدمنا مباراة جيدة امام منافس كبير ونتيجة الفوز بهدفين مقابل هدف قد تقدم الفريقين ولكن في النهاية فاز فريق نهض بركان النهاردة باللقاء دي تصريحات لاثنين مدربين بعد هذه المباراة في المؤتمر الصحفي معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشا خبرنا التحكيم يا كابتن جهاد مشرفه منور كالعاد كريم سأل خير عليك وعلى كل مشاهدين مساء الفل يا كابتن جهاد رأيك ايه في طاقم تحكيم النهار بص يا كريم أنا هلخص المباراة في العاصلين اثنين فضل يعني العاصلين اثنين اللقطة فتشوف الأول في ديها سبعة الراجل في جزاء اللي تم احتسابها لنهض بركان الفر تأخر كتير جدا الناس لحظة تأخر الفر عشان كون يمكن كان فيه مراجعة كبيرة لتسلل قبل الراجل في جزاء وبعد كده المراجعة لراجل في جزاء وهي راجل في جزاء صحيحة تم احتسابها عن طريق حكم الفي ار تمام طيب اللقطة الاهمة بقى انت حكم في ار واحتسابت راجل جزاء صحيحة لنهض بركان كان في عامة لقطة محمد شحاتة ضرب واضح في وجه محمد شحاتة لعب الزمالك من لعب نهض بركان واللعب متوقف يعني ده اسمه سلوك سلوك ده يعاقب بكارتة احمر مباشر وبالتالي ده من الحالات الاربعة لانت لابد كحكم في ار تدخل فيهم كان لازم تستدل حكم زي ما استدعوته في راجل جزاء نهض بركان وتجيب يشوف اللقطة وكان يرجع طبعا اللابة متوقف ما فيش قرار فني هبدا بس فقط قرار إداري بسترد لاعب نهض بركان واستقناف اللابة كالسحيات راكلة ركنية نهض بركان على نات زمج يعني ده كانت استحق الطاردة كابتن جاد كارتة احمر مباشر ما فيش فيه يعني اي استثناء اللي قصة تتكلم على لقطة ورحة وصريحة وفي اللابة حكم البري يدخل ويجيبه ويشوفها ويبقى مميز بقى بالمبارات كلها مش مجرد لقطة واحدة كانت متميز فيها كان ممكن يبقى مميز كمان في اللقطة دي هايسم كراط حكم البري النهاردة كان نادي الزمالك انطاقت تعيينه لهذه المواجهة ده يعني كان الزمالك بطالب حقه وكان واضح وصريح وقاله عشان نوع راجل تنسي ده موجود وتحضر فيكم بس في الاخر أبا تكلم على خطأ وخطأ واضح وكان لازم دي هايسم يدخل فيها ويستدل حكم ويطر لنا بدكلم على قرار مؤثر مؤثر في المبارات نفسها كوقات كبير كان هايلا لازمالكي هلعب التريل اللي بتنهض بوركين هايلا عب ناقص واحد ومؤثر في المبارات نهائية المبارات عودة لأن اللعب ده أساسي مش موجود بدكلم على قرار تحكيمي مؤثر في المبارات ده مجمل المبارات لكن هو كبيتر كماكو النهاردة مش البيتر كماكو كلنا شكناه في المبارات اللي قبل كده أهلي مازين بي وقبله المبارات كان أعلى من كده كمستوى كان مسيطر أكثر من كده يمكن هو عشان يواخد المباراة باهتمام زيادة عن اللزوم فممكن يكون متوتس شوية ممكن يكون مش راكب المطش بلغة الكرة والتحكيم زي المبارات اللي قبل كده لكن في الآخر هما القرارين الكبار في المباراة كريم هما جدولة الواحد تم احكسابه بصورة صحيحة وواحد تم اخفاله بصورة طبعا مؤسرة مؤسرة في المبارات دي ومؤسرة في المبارات العودة ان شاء الله كابتين جهد عايز أخذك في نقطة تانية مهمة جدا وأستغل وجودك معايا النادي الآلي في طلباته اليوم لاتحاد الكرة المصري طالب بحكام جانب لبعض مبارياته القادمة رأيك إيه يا زلال والله يا كريم من الواتيرة اللي احنا ماشيين بيها في التحكيم من مصر لفترة اللي فاتت انا قلت معايا مرة وبنحذر وبننوه ودائما ننصح زمالنا اللي موجودين في راجعة الحكام في حاجة مش مصبوطة في حاجة فده ده بيان من أول من البيانات اللي طلعت وقلت لك ان بعد نهائي أفريقيا سواء ما تشن دور الأبطال وما تشن الكمبيوترالية هتلاقي الدنيا تعله أكتر وهتلاقي في بيانات أكتر بعد الأهلي هتلاقي في بيانات والزمالك الزمالك كان عامل الأهلي كمان الناس كلها بتطالب بحقها وبالطالب بالعدالة فوجود أخطاء وأخطاء مستمرة مفيش تصحيح هتلاقي طول وقت البنات بتظهر وكل نادي حقه يدافع عن حقها أيوة هذا طبيعي جدا لكن لو التحكيم ماشي بصورة إيجابية صورة جيدة مش هتلاقي ده يحصل وهتلاقي كل ناس صبرت التحكيم الفرق انا اعتقد الفرق كبير الزات كبير الأهل والزمالك أو الفرق بتنافس على البطولة أو الفرق الهبوط الكلام كله بنتكلم على العدلة التحكمية العدلة التحكمية هتبقى موجودة حتى لو خسرت مش هتلاقي فيه أي شكوى لكن الوضع اللي فات أو الوضع اللي بنتكلم فيه من شهور وما فيش معالجة بتحصل على الأرض الواقع وبنتكلم من الأخطاء بتتكرر وأخطاء مستمرة وأخطاء مؤثرة لذبوء اللي فات عندنا مطشين أو ثلاث مطشات أخطاء مؤثرة على النتائج فأكيد البيان الأهلي هو يعتبر البيان الأول في الفترة دي لكن ما أعتقدش أنه هي بالبيان الأخير مش هي بالبيان الأخير لا أكيد فيه أندية تانية برضو بعد الدور ما يستمر ببوطيرة مستمرة بعد أفريقيا ما تخلص هتلاقي فيه بيانات من أندية أخرى هتطالب بنفس اللي بيطالب بالنديل تفتكر بريرة هيكمل معانا الموسم ولا مش هيكمله ما أعتقدش أن حد هيقبل يكمل مكان بريرة الفترة اللي جاية يعني هو في الأخير بدأت الموسم بسلبيات كتيرة وقولنا عليها وأصررت أنت عليها تكمل بيها السلبات دي أصرها بالبند الوقتي ولسه هتبان في آخر شهرين في الدوري وفي الصراع اللي جاي بطولة والهبوط فأعتقد أنه هيكمل بأي شكل من الأشكال في الأخير هيكمل الموسم باللي بدأنا به والليحنا ماشيين فيه ما أعتقدش أنه فيه تغييرات قريبة يعني كابتن كبير كابتن جاية جريشة خابرنا التحكيم أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة آه هاي زمن عايفة أنا بسمعك حتى الكلام اللي بسمعه هو هو بتقرأ نفس الكلام بتسمع نفس الكلام نفس التعليق على الأخبار ونفس والله والله بشفق دائما وأبدا وأنا منكم يعني كلنا مع بعض يعني عن مشجع كورة في مصر بيعيش نفس الحكايات وكأننا عايشين فيلم ألف مبروك تعال نجم الكبير طبعا أحمد حلم أنت بتعيد الأحداث كل شوية بتعيد الأحداث وإيه هي ممكن دي يحصل فيها تغييرات بسيطة يعني زي الفيلم برطة تغييرات بسيطة بس هي هي نفس الأحداث كفاة يا جماعة طب ما فيش حد بيزهق طب ما نعمل أحداث جديدة طب ما نعمل جدل جديد طب ما شاكلنا تبقى جديدة مش بقول إن احنا هنعيش في المدينة الفاضلة لا نعمل مشاكل جديدة نوعية المشاكل تبقى مختلفة بس هي هي نفس الحكايات ونفس القصص باشي هنسب كاملين مع حضراتكم بعد الفاصل هشرفني ونورني الكابتن الكبير كابتن طارق السيد كابتن طارق السيد نجمنادي الزمالك الأصابق كابتن طارق المنور الدنيا كابتن طارق المنور الدنيا بس داخل كابتن طارق دايما داخلة خطيرة لا أصلا أنا جاي السخنان يلا فض بس عاجزة بقى فهدي ايه مش قولانت بقى انا رقى هديك بسني عشان ايه يلفع اللي حاصل نوعا ده بس شفت هديتك بس ايوه كويس الباخلة دي حلقة ايه كويس بس هي النتيجة حلو حاجة في الجيم هي النتيجة صح كده يعني اتنين واحد أنا من وجهة نظري إن شاء الله الزمالك بطل صح وانا بتفهم عكا على فاكرة فرقة مش جامدة كمان نهضت بركان فرقة ليلة هو ده بقى اللي مزعلني وبنركزني صح يعني هو ده اللي مخليني أنا النهاردة ابتدت بداية عجيبة مش فكورة يا جماعة مش كل العيب يلعب في اي مكان مش كل العيب يلعب في اي مركز أنا النهاردة ابتدت بشكل عجيب بلعب هو 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 النهاردة أنا عايزة اتكلم على الخط الهجوم يلا بينا لما نيجي نتكلم سامسون حمدي زيزو الجزيري زيزو وسامسون اتغيروا مع بعض كم مرة في الملعب تلات مرات في نص ساعة ايه ده؟ لا ده هو سامسون عالشمال بعد كده وده على اليمين وجاب زيزو عالشمال بعد كده دخل سامسون في الهجوم بعد كده دخل سامسون في الهجوم وجاب جزيري عالشمال ودي كارثة تانية اللي هو انت مش لينه مكان اللي اللغرة ما تشت البطولات ما بتتغطش باللغرة مات الكرة سهلة قوي قوي أنا النهاردة عايزة في مجيب أنا النهاردة وأنا مسافر راح المغرب عايزة من مجيب صح عايزة أقل نتيجة ممكنة وماستقبلش جوان صح ليه أبتدي عايزة أكسب عايزة أكسب وأكسب نتيجة والله ما كده أنا عندي تسعين ديئة عندي هنا في أرضي جماهيري هتملل الاستاد إن شاء الله بإذن لك كل الجهات المعنية توقف جنب الزمالك وتساعده لا 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 الاستاد على المدرجة على المدرجة على الآخر اه وتسجل خلصت كمان شوف أنا بقولك بكمل الكلام اللي حتا اللي انت بتقولها دي اللي هو الناس هتساعد وهتوقف وهتدخل جماهيره والاستاد هيتملي وملعبك وفرقة من وجهة نظر هناك مرعوبة من الزمالك ومن اسمه صح أنا بقولك الشوت التاني أصلا معين الشعباني تمام قلق من الزمالك يعني الجول اللي خطبه سيف الجزيرة في أول الشوت التاني هو قلق ده لو كان فادل دايس أستقبل الجنين في نص ساعة ده إحنا بنقولش عايزين يجي في ناجوان أستقبل الجنين في نص ساعة صعب قوي علينا كزمالكوية وعلى الجمهور انت خوصلت الجمهور النهاردة لمرحلة ان انت خلاص خسرت الكونفيدرالي أول نص ساعة الشوت التاني يمكن الأمور تحسنت شوية من الأعيبة لأن هو هو التشكيل بص أنا بعترف بحاجة يعني أنا اتفرجت مثلا على النهاء بتاع 2019 جروس عمل ايه؟ قفل البلاد اه ايه قفل باش هو عمل تحولات هتخطف وخلاص خلاص انت النهاردة حال واتغلب على فكرة في موقات الزهاب واحد صفر كنا راضين صح راضين ليه؟ لاني انت خد بالك مش في نص ساعة يجي فيك اتنين جون صح هدفين كده عارف انت لا قدر الله لا قدر الله ممكن معناهات الزمالك تنزل تلاقي النتيجة مختلفة تلاقي واحد في التاني في التالت شكرا راحت البطولة لو عملت مهما عملت انت النهاردة عملت معدلات جاري مع زيزو ما كانش ينفع يعملها عشان كده بقول ايه؟ انت لو لعبت بتلاتة في نص الملعب هتريح زيزو وهتريح الهاف التاني وهتريح سيف الجزيري بشكل كبير جدا اقولك حاجة لو لعب تلاتة النهاردة دفاعيين قوي كنت ساعتها ممكن تقبل كصة سامسون دي عشان ما كانش يبقى عنده ادوار دفاعية كتير قوي كان ممكن تقبلها مش مختلف اه لكن انت النهاردة ديته ادوار دفاعية اشتريت منك في دي اه فانا مش مصدق التشكيل اللي الراجل او فكرة لعب سامسونج هافلفت هم مش هي وبعد كده هافرايد مش هي بعدين سبر عليه قوي سبعين دقيقة كتير وبعدين برضه عمل حاجة تاني غريبة جدا يا كريم انا دون جاتصوب هم اتعور تعب عنده انزار خايف من عليه هم اسحابه وان مناصر منسي وحط حمدي ستة جنب شحاتة وعندي لعب مدافع بره عايز ياخد الريسك ويتعادل طب هو ده كلام طب هو النبي لو جي فينا جون في الدقيقة ثمانين ولا خمسة والثمانين ولا بعد ما طلع دونج ثلاثة واحد تبقى الامور صعبة جدا صعبة جدا جدا يا باش انا عندي فرصة ومساحة ان انا حافظ على النتيجة كده اتنين واحدة اقل الخسائر انا ابتديت معاك الحالة بايه قلتلك النتيجة افضل ما في المباراة صح احنا راضيين جايك بمروز زمانك على فكرة وانت كما دايما فوت رضا او الله ينور عليك خاصة ان حالتك حالة معظم اللعيبة النهاردة كمان مش في افضل احوالهم لا فتوح في حالته ولا حسام عبمي جيت في حالته ولا جزيري على رغم ان جاب جمش في حالته في واحدة الشيط الاولانية سامسون سامسون يكنولا مجاش الماتش نضاي لما نزل مجاش في غلطات في الباص من في وقت انت محتاج ان انت تطلع شوف زيزو غلط كما غلطة شوف زيزو جري قد ايه انت خليت زيزو النهاردة يرجع فيه اوقات كان بيغطي على عمر جابر طب انا محتاج ان انا شقي زيزو في الملعب بلغة الكرة بالشكل ده انا عايز اعمل تحولات هجومية وزيزو هو اللي هيفيدني في الحتة الهجومية الوحيد اللي بيقدر يحط الكرة تحت رجل ويشتغل كريم انا مطش سهل عارف انا اللي جاي مع الصابني ان المطش مش صعب بجد ده ونالب كان بلعب الكرة كمان سهل علي منافس فكرة الكرة الطولية وعلى فاكرة النهاردة العدد التمريرات بتاعة لعيب الزمالك في المطش الوحش قوي ده ودعف تمريرات لعبة النهض البركان دك التمريرات لعبة الزمالك النهارة 80% لعبة النهض البركان 70% هم شغلين كرات طولية وخلاص فكرات طولية دي مفروض انت كفريق تبقى بالنسبة لك الامور اسهل بكتير ده هو اصلا الجيم ده جيم المدفعين جيم مجموعة مدفعين بيدفعوا مش هيجي فيها جون وقلنا اول ربع ساعة مهمة جدا ما ينفعش يجي فيها جون اول ربع ساعة وقلنا وتكلمنا اللعبة برضو عارف يعني بيحسسوني ان هم مش هم الخبرات اللي موجودة انا قلتلك فتوح فتوح كان وحش قوي بس ليه ليه بقى اتباع حلو اتباع دي بجد بلغة الكرة اتباع انا بلعب لوحدي على اتنين احسن اتنين في الفرقة خليت شكلي وحش انا حتى لما بستلم بدور على السامسور عشان بصيله مش هيجي صح صح فتتقطع تترد علي بيمسكوا الكرة واحدة واتنين وثلاثة تطول منه تقوم قطوع ترد علي خليت شكلي وحش ما ينفعش عارف انا يعني انا اللي صعبان علي ان فيه لعيب اكبر كانت شكلها وحش في الملعب كمان بايه بغلطة عزخد بالك غلطة في تشكيل ممكن تبواصلك ايوه طبعا طبعا تبواصلك الجيم كله تبواصلك شكل الجيم يعني انت ممكن تحط العيب في تشكيل يغيالك الجيم كله لصالحك فانا ليه ليه في بعض الاماكن انا بواسطها وبعدين بقى ايه ده انت عملت خد بالك هيه المشاكل كلها كانت فينيس النهاردة اندز مالك من الجابها اليسرى بما فيهم السردباك الباكليفت الهوفليفت حسام وفتوح وسمسون بسبب واحد بسبب غلطة في تشكيل واحد تخيلنا سامسون اظهر فتوح بشكل سيء اظهر حسام بشكل سيء خط كله بقى وحش ومعاني الشعبان يستغلوا معاني الشعبان يلعب لك اسهل جيم في حياتك يعمل يديك طويل عمال يعمل لك عكسيات على النحاة التانية قريد انت ده اسهل واجمل حاجة ان انا بوشي واللعيب انت الخصم بظهره واطلع عركب الكرة وحط اللي زميلي في بوشي بس في حاجة دايقتي النهاردة اولا فتوح في الجولة التانشي فتوح خبرات خبرات يعني انت يا فتوح خبرات مفيش بعد كده اللعيب برا الخطة يعني خلاص هيخرج بالكرة برا فانت روح تديته فاول مجاني خاصة انه واحدة من اهم نقاط الفريق ده قوة هي الكرات السبتة بس اقول لك الحاجة ده الكرة طلع نص ساعة باللونة نص ساعة ماشية في الجو يعني برضو واثنين عليه وعواد خطأ ماشاء الله مختلفتش معاك ان فتوح انا شدت قلت لك فاول غبي بلغة الكرة بس معقولة يا جماعة الكرة دي بالعلو ده ماشية بقالها مدة في الجو ولعبت زمالك وقفين بتفرجوا عواد وقف بيتفرج خد بالك ان شاء الله البطولة زمالكوية بس احنا بنتكلم في السلبيات اللي نتلاشها لان الفرقة دي هنا ممكن تستغلي منك كرة عرضية كرة سابتة مرتدة حاجات كده لا وانا عايز اقول حاجات كمان عشان جمال الزمالكوية بفرج علينا وانا قلتها في المقدمة ولا بضاية تاني احنا بنوصف اللي حصل في الماتش يعني عشان جمال الزمالكوية بفرج علينا هيقولك ايه انتو ليه مسودين الدنيا ما احنا لسه في مباراة عودة وسهلة ان شاء الله بس انت مش تعرف تقولي النهاردة عشان النتيجة كويسة هتقولي النهاردة الزمالك عمل مباراة كبيرة هتقولها ازاي لا او ممكن تتقل بحاجة في شكل تاني ايه هو اعرف سلبياتك عشان تصلحها براف عليك يعني ما اعرف سلبياتك عشان تعرق لان انا قدامي اسبوع هدعم فيه من هنا للسنة الجاية صحيح وهقولي ايه يعني زي ما انا عايز لا او متفاعلين جدا جدا انا انا بنزبط سين فيما حاس ان شاء الله بإذن الله البطولة دي بتاع الزمالك وهيبقى الفضل الاول للجمهور كمان برضو في اول حالة قلتلك ان شاء الله البطولة زمالكوية صح لان هنا الغلطة باوت مش مستهلة غلطة مش مش مستحملة غلطة اه انت تسجل جول وتكسب بطولة ماشي لكن هتبقى جولين محتاجهم لو هم سجلوا جول هتبقى بتصعب الدنيا على نفسك جدا عشان كده الغلطة بخسرت بطولة وبعدين انت يعني يعني انا مش مسدق برضو نفسي التغييرة التالتة دي مش متخيل مش متخيل ان انا ممكن اطمع في الجن بالشكل لا انا اتنين واحد والنتيجة سهلة يعني انا اعتبر افضل من افضل النتائج اتنين واحد احلى من واحد سفر اتنين واحد تجيب واحد هنا هتبقى كذبان لو واحد سفر هتبقى متعادل حصلت الدور المطش الاولاني 2019 تتعادلنا واحد واحد ودلعبنا ضربات جزاء وبختك يا مبخيك موفقين ولا مش موفقين الجن بتاعك موفق ولا مش موفق انما اتنين واحد جن سلاموا عليكم تكسبت البطولة وتنموت بقى عليه وتنمع عليه بالجمهور بالضغط الجماهيري بالكلام ده كله الامور هتختلف فالغلطات تبقى اقل من الناس اللي موجودة في الملعب ومن الجهاز لان الغلطة هتودينا الحتة مش كويسة فعشان كده احنا بنتكلم احنا نفسنا نفسنا انا النهاردة نفسي الزمالك يطلع كذبان بس يطلع كذبان ازاي خمسة واربعين دقيقة كاملة يا كريم يروحوا منك ككوتش في نهائي لا لا خد بالك ده فرقة نهضة بركان مش والدليل ان الخمسة واربعين دقيقة التانية هو ما عملش حاجة والخمسة واربعين دقيقة التانية من حسن الحظ ان برضو الراجل اللي برا الان من فرقة الزمالك هتراجع شوية واللعبة لو مش خايفين هيدوسوا عليك وانت وحش هركزوا عليك وانت وحش وانت مش فايق لان انت الشوط الاولاني خمسة واربعين دقيقة مش موجود لما نزل اتخطى في الجون الاولاني والحمده لله رب العامين كان فيها توفيه كبير جدا حصل ان الفرقة دي خلاص انا ايه اتنين واحد حلوة اهوة حمده وارضة اه بقى هناك هيبقى هنتصرف مع مصر بقى احنا هنتصرف انا عارف ان الزمالك هتصرف هنا وهيعمل كل حاجة في الكورة انما الغلطات لازم تقل عدد الغلطات والفكر اللي هو عايز اقول كلمة صعبة شوية في فكر او تاكتك شاز في الكورة مش عايزينه خلينا في السهل اه بلاش الوبر كوتشنج زي ما بيقولوها في اوروبا اللي هو اللي بيقولوها اللي بيقولوها الله ينور عليك خليك عادي ما اعملش الاب نورمال اعمل الطبيعي اشتغل يعني طري السيد بلعب باكليفت ملعبوش باكرايت سامزون بلعب تحت الفيروت ملعبوش زيزو ما يلعبش مايعودش يتنقل ده زيزو اقسم بالله كان بيجيب من جوا جي كتير بيجيب من جوا اوي ده في كرة هو غطى على عمر جابر وعمر جابر اا 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 ااا يعني اقال لعمر جابر لا خليك انا مكانك دلوقتي ساقت بقى السزاجة الكروية انت كنت بتتكلم مع الكابتن جاد بيريش تخالي العب الوحيد اللي راح بتكلم الى حاكم زيزو بص على اللطة دي ورجحها تاني أه أنت لو ضغطتوا كلكا على الأقل هتجبروا يروح للفار لازم آه صح لازم برافا عليك صح أنا طيب قوي اضغط سازج قوي ده لو العكس كان هم والجمهور على فوق رأس الحاكم عملوها عملوها في مطشب أبو سليم وخدوا كورنر جابوا منه جون تاني وهو لصعدهم البطولة كورنر مش بقى مش مش طرد لعيبها يتأثر عليه في الجيم ده والجيم الجاي إيه يا جماعة ده معقولة وملاحظ حاجة يا كريم تاني في الحتة دي بالذات إن كل كورة اللي بيروح يتكلم مع الحاكم زيزو بس طب غيروا يعني عارف انت إيه يعني حد يروح معايا حد يساعده يا جماعة البطولات ما بتتخدش كده البطولات لا وهما ما شاء الله بتاعش مال أفلاك يا كلهم بيعرفوا يلعبوا الحتة دي كويس وعمدا يعني في العالم كله بيعملوا كده بس أصول انت كمال ما تبقاش يعني في المطشب يعني كلها بتاعش حاجة دي هي طارد مية في المية زي ما كابتن جهاد قال طارد مية في المية إنت إزاي سي بتاع تعدي يعني قلوا روح شوف الفار اضغط على بتاع الفار يندهله صح لأما يلاقي اللعبة كلها بتضغط في الملعب على الحاكم هقوله لا تعالى شوفها عشان أخلصنا من المسؤولية الله ينور عليك لإني كشفت إنما من الواضح قدام الناس محدش اعترض فواضح إنه كان بيمثل مش حدا كان بيمثل مع إن فيه كور يعني ما فيهش تفكير إن هي طارد يعني ما فيهش متعمد يعني مش خبط فيه مثلا ده برضو اللي كان متخوف منه مجلس إدارة نانسة مالك وكتب بيان عليه حيسم كراط الحاكم البور انت فين يا بيه انت معقولة يعني يعني لا انت كده بقى شكوكنا اللي جوانا انت أثبت إن إحنا على حق لأن كرة زي دي انت تلعب قدام الفرقة دي ناقص ناقصة لا انت انت هتبقى برضو الشكل مختلف مع رأي كابتن جاد انت أولا كان عندك أكثر من نص ساعة تمام هتبقى لعبه نقصين دي فعلة ده إنه لعب أساسي بشي ما موجود في المباراة العودة كل دي كلها صرت على نتيجة المباراتين زي ما عليك كابتن جاد جريش فده برضو النوعية اللعيب اللي ما عندوش خبرات اللعيب واحد بس اللي يروح في كل الكور دي ده القوت كرة فيه قوت زيزو واقف قدام الحاكم اللايمان وبيقوله يعني قدامه والكرة قوت للزمالك زيزو بيعترض برضو سيبنوا الواحد يا جماعة اتنين تلاتة يروحوا يخوفوا خد بالك الحكام دي لما بيتضغط عليها الكرة بتتعاد مرة في التانية بتبان قدام الناس بيقولك لا ده غلط ده كده في حاجة غلط ده في حاجة مش مزبوطة لأن فيه فيه بلغة الكرة يا كريم بيقولك المطش ده متحجم من الحكام صح يعني يعني يا جماعة احنا تعلمنا ده من اللي قابلينا واللي قابلينا علموا اللي قابلينا وشوفنا ده وعملناه كتير قوي وكان بيجيب نتائج عالية خد بالك انت مش بتعمل كده بتمثل انت بتطلب حقك الطبيعي ايوة ايوة يعني انت مش بتعمل كده زيزو لما بيروح للحكم ويقوله الكرة طارد مش انا مشوفش حتى جاز الفني برا ولا جاز المعاون لحد بيزع ولا بيسرخ ولا يعني فيه فكرة ضغط الحكم ده فحقك مقبول اسمه الضغط انك تضغط بس تشاور تشوق يعني تعترض تقول للراجل اللي جنبك الرابع ده تعال خليه ايد الفار تعال شوف الفار لاني ده طرد يا كريم في الديع يا فضل نص ساعة حشوة التانية وانت بدأت تفوق خد بالك في الفترة دي الزمالك ماسك الكرة وبيمتع وبيلعب كرة حلوة يعني بيستثناء لما كانت بتروح لسامسون بس طوز على فكرة عشان برضو من الظلمين سامسون بقاله فترة بيقدي يعني بيقدي بيتحسن مش بداياتهم مع نادي الزمالك في بعض الاحيان بيبقى مؤثر فده خليه نفهم الراجل ليه بيشايفه كويس وبرضه يا كابتن طاري وانت اقول لي صحة ولا غلط هو برضو جوزي جميز عنده عذر واحد عذر واحد فيش عمكة في القايمة يعني النهاردة وانت قابة تفرج على المباراة هو مين اللي ممكن ينزم من الدكة يغير الحكاية حسيت ده وانت واحد بس في نص الملعب ان انت تملأ بيه نص الملعب زياد وجود زياد كمال بس ده وجهة نظري شخصية في حد بقى انما في غير نتيجة السلبية لإيجابية ممكن لو انا لو انا ممكن افكر لان ديت لعبت قبل كده مرة واثنين وثلاثة بس انت واضح ان الراجل مش مقتنع بيه وجود سيد نمار هفلفت على الاقل هيعرف يدفع مع فتوح صح يعني مكانه صح نضاي مكانه مع اني مش مقتنع بس انت شوف انت بتقول ايه انت حتى الاسماء اللي عددك انت مش بتقولها وانت بتقول ايه ده لو كان نزل كان غير كل حاجة انت بتقولها على مضع يعني كان ممكن مش مختلف فانا احيان برضو بأعذر الراجل هم يا مثلا في الاهلي قايمة عميقة جدا مرسل كورا والله حسين شحام مش حلو النهاردة خد ريدة سليم برستو خد احمد عبدالقادر فهم يعني الحياة سهلة فالله هو ايه في واحد عددك عنده امام مش حلو النهاردة خد افش فهم لكن هو برضو بيلعب في سكواد داية اوش بس ماتجودش بقى اه ماتجودش صح صح يعني انا عندي يعني يعني البلطلون واسع علي اقوم انا اطعو ايوه ايوه خالصة يعني ايه صح يعني ايه احزمك الله ينور عليك احزم الله بالنهار احط دبوس صغير كده يعني صلح للامر صح ما يخليش البين القطع جدا صح لاني ماتجودش النهاياتة كريم ليها ستايل معين وشغل معين واسلوب معين انا شفتها مرة واثنين وثلاثة واربعة لما كنا بنفتي كنا بنتعب بس اقولك حاجة حسيتها النهاردة برضو حسيت النهاردة ان جوزي جوميز ما عندوش خبرة ماتش زي دا يعني ايه لو تفتكن مارسي الكولر مع النادي الاهلي وقت الهزيمة بتاعت سان داونز الكبيرة في جنوب افراقيا كانتش لسه دخل الاجواء بتاعت افراقيا كويس وبعد كده عامل مسيرة عظيمة جدا دا اول ماتش الزمالك في البطوية الافراقية دي بره ملعبه يكون ماتش جامد مع فريق جامد يعني دريمز ابو سليم يعني كله في اللذيذ يعني يعني مختلف معك مختلف لأ مش مختلف مش مختلف صح صح ما في المين حسيني نهارده ان هو مش فاهم يعني ايه تلقب مع فريق مغربي في المغرب مش بقول ان هو فريق جامد بس فريق مغربي في المغرب بتبقى صعب جامد السنة جنب الكابتن عمدلوحد السيد تاريخ كبير اه لازم يبقى قراك كمدير كورة ومش عايب على فكرة مش فنيا مش عايب ان انا اتكلم معاك كمدير فني وانا مدير كورة ان انا قلقنك بعض الحاجات اللي انا شفتها مع واحدة السيد اللي عبل ما تشد كتير قوي طبعا وعنده خبرات تقيلة جدا طبعا احمد مجدي ممكن يكون مخضهاش كتير بس برضو لا مع زمالك افريقيا بقاله فترة مع زمالك وبقاله فترة مع مدربين وشاف صح فيعني يعني لازم انا يبقى مش شرط على فكرة يسمع كلامي كله بس ايه ألعب في ودانه مثلا اه يعني بخليه شك في افكاره بلاش دي بلاش دي بلاش سامسون في الحتة دي طب ما نلعب اللي نعرفه يعني بلغة الكرة فيه أوقات كنا بنلعب كرة يا كلمة ماتش Li صحبة قوي أمسك الكرة أغلط أقول لنفسي طب ما تلعب اللي تأعرفه صح يعني انت بدل ما تغلط ما تلعب اللي تأعرفه نقول له بعض في الملعب يا جماعة النهاردة عايزين نلعب اللي نعرفه عايزين نلعب السهل عايزين نلعب تخليحنا كلعبة المديرين الفنيين أنا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني كابرالو ومحمود سعد لعبوا بثلاثة سرد بكات في مواتش نهاية أفريقيا في الرجاء المغربي ووراهم ليبرو ثلاثة سرد بكات ووراهم ليبرو وباكريت وباكليفت وإيه؟ يعني ما تصاب معلش بقى الجيل طبعا عشان بشروان وفرانسوا لا 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 اسمع كلها مرعبة فيلها مرعبة بعد تخلق بشيري التابعي سامع اب منعيم متحة عبدالهادي وباكريت صالح أحمد صالح أو الكابت إبراهيم حسن وطريق السيد ايه بقى؟ ووراهم وقلق بباني ايه؟ لو أنا هقفلها ضبا ومفتاح مش ههزر رجعت سفر سفر اه اعام من الأول وبعد كده هشوف هسجل مسجلش بس اعام من الأول وروحنا بكرتين وعلى فكرة احنا روحنا النهاردة بتلق بكرتين الكرة بتاع الجزيرة بتاع شوط الأولاني وكرة الجول ويمكن يجون أصعب من الأولاني يعني يعني هيجي لك فرصة هيجي لك واحدة صحة يستغل لها بس ما يخش في الجول وعب واحد لعب البطولة دي والماتش ده يعني يعني خد بالك وبنتكلم عليها في كل حتة لأن ده كان اختراع غريب احنا نفسينا ما صدقناش بس هو حاب ياخد ريسك النهاردة ياخد المخاطرة تصور أنه كده هيفاجئ نهضة بركان بس هو اللي تفاجئ فعلا ده الملخص لسه بكملين مع كابتن الكبير كابتن طريق السيد بعد هذا فاصل نواصل خليكم مش هزي أقول لكم في الفاصل يعني كابتن طريق عامل إزاي يعني يعني كابتن طريق سايب المطش كله سايب النتيجة سايب سامسون سايب كل حاجة هو مش مجننه غير تغيير الدونجة هتجنن منه صح عاصلا أنا عندي لعيب بنوعية أحمد حمد اللعيب اللي هو بحب يلعب على قدامه بحب يمسكه الكرة وشكله الدفاع مش قوي يعني مش هو اللعيب اللي يلعب ستة وأنا مغلوب اتنين واحد ودي أفضل من ثلاثة واحد بسنين ضوئية أروح ساحب الدونجة عشي مصاب وعندك بره خد بالك ده انت عملت حاجتين يعتبر من وجهة نظر الفنية كوارس في الكورة إن أنا حط أحمد حمد ستة جنب شحات دي تعتبر كارسة الكارسة التانية إن انت بتخلص على زياد كمال بتخلص عليه لأن ده لعب ستة أسحب عشرة أسحب ديفندر ولعب عشرة ستة وأنا جنبي بره ديفندر ستة ممكن يعملها بشكل كويس انت انت يعني إيه يعني لو بعدين لو انت شارك في زياد كمال فمش من المنطقة تبقى واصل في سامسون يعني اللي هو انت شارك في زياد كمال ومدي السكة دي كلها رائعة رائعة والله ما أعجبتني أنا أقصد إن أنا بس بحاول أقوصل لدمي أغو بتقول لك مثلا إن هو مش واصل من قدرات زياد كمال بس أنت واصلت في سامسون ويلق هافليفت أه ده أنا واصلت في سامسون يعني مش بتكلم على لعب أنا بتكلم على المركز مركزه في الجناح إزاي وبعدين ده زياد ده مكانه يعني لو وحش قوي هيقدي دوره وعلى فكرة والله زياد ده لعيب كبير قوي لأ بجد أنا شفته ومتمرن تحت إيدي لعيب كبير قوي بس إيه عارف أنت نما تحس أنت كلعيب كورة أو أنت مثلا بتشتغل أنا بشتغل عندك في شركة وحس أنت مش واثق فيها خالص أو الثقة فيها ليلة أو مش يعني لما أنزل الملعب هبقى أنا عايز أعمل لك كل حاجة صح مش هعرف أعمل أي حاجة صح تلك في عواد النهاردة الشوت التاني أحسن يعني في واحدة صعبة شالها الشوت التاني الشوت الأولاني عواد مش أحسن حاجة الجون اللي جي فيه ده ما نجيش في عواد الجون التاني صعبة قوي مش عواد لإني كمان خد بالك أنت ميزة حراسة المرمى أنت تريح اللي قدامك إزاي تريح اللي قدامك لما تبقى كرة طويلة ومشية مسافة كبيرة جداً أطبالك الكرة فعلاً خدت خمس ثواني على ما جات على دماغ الواد الخمس والست ثواني دول في الكرة مش قليلين يعني أنا شايف الكرة جاية لوب أو جاية بلونة زي ما أنت قلت في الأول فسهل جداً أطلع خدها أه وريح الناس أريح فرقتي أريح لعيبتي لأن أنا محتاجك في الوقت ده أنا كالعيب كرة محتاجك ومحتاجك أني أنت تطمني فلأ عواد الشوت التاني أفضل بس خد بلك عشان بس الناس برضو ما تقولش إن إحنا محملين قوي لأن أنا في الأول في الآخر عايز زي مالك أخد البطولة دي أغمض عين كده وفي التاح هلقى زي مالك أخد البطولة لازم أو نطلع من الكلام ده كله بإيه أني هنعمل إيه في المطش اللي جاي أيوة يعني عشان خطر نبقى إيه نبقى نبقى منصفين شوية حلو أنا عندي عندي المطش الجاي عندي استعداد إن أنا أتفق مع الراجل في كل التشكيل اللي لعب بيه باستثناء واحد إن أنا ما ينفعش أحط سامسون عشمان هافلفت أو هافرايت لازم بقى أنا كمدرب أحاول أعمل اختراع في الكورة حسب حالة الناس اللي معايا لأن أخد بالك النقطة دي مهمة جدا حسب حالة الناس اللي معايا كلمة اختراع إن أنا مألفش يعني برضو الناس ما تفهمهش تبس أقول لك ليه يقول بالبقى بقى اختراع لا مألفش لا مألفش يعني إيه اختراع إيه إن أنا لما وظف لعيب كورة يكون فعلا ده مكانه على فكرة كان مقبول بالنسبة لي جدا النهاردة أن الحمد يلعب هافلفت مش عشر مقبول جدا مع إنك ممكن هتقول إيه هتخسر نسبة الاستحواز في نص الملعب والراجل أصلا بلعب على الحتة دي وهو ده فكره وهو ده وجيت نظره خلاص يبقى لعب بقى إيه لعيب هافلفت يكون بيعرف يلعب الحتة دي كويس قدي بقى سيد نمارد مضايش قدي أي اسم بس يكون لعب الحتة دي كتير حلو واتبقيت التشكيل مقبول عمر فتوح ما هيبقى في الحالة دي عمر صامح ابن جيد ما هيبقى في الحالة دي عمر عواد ما هيبقى في الحالة بتاع الشيط الأولاني عدد كبير جدا من اللعيبة مش هيبقى في الحالة اللي كانوا موجودين فيها في الشيط الأولاني طيب قبل مختن بقى أستاذ عمر جبالله حبيبنا إحنا الاتنين كان معي هنا من كام يوم وباعك بعني أنا أكلم بك بصراح ماشي تعالى فأنا في الخير ما باتوسطهش أحب أحب لأ هو بيع كبير أه تمام فقال لي كابتن طريق السيد كلم بإمام عشور إيه اللي حصل هو الأول سادق ولا كده مش سادق لا عمر ما بيجذبش أنا أولتقى في بودكاست معي أه إيه اللي حصل هو اسمحة مني بص أقول لك الحاجة إمام عشور أنا كلمته قبل ما يمضي في النادي الأهلي على أساس أنه هو أعرف المشكلة فيه لأن أنا كنت عندي معلومة ومصر كلها عارفها مش مستخبية النقمام فترة علاجه الأولانية كلها أول ما رجع من الدرماركب مقضيها في النادي الزمالك ماشي فالعيب عايز النادي الزمالك فكلام تنطور النقمام رايح النادي الأهلي فاكلمته في التليفون عادي يا أمام هو أنت فعلا عايز تروح النادي الأهلي قال لي يا كابتن طريق أنا بأمر سهل جدا وببساطة محدش في النادي الزمالك اشتراني لو عندك حل خلصوا وأنا متحت عمرك ماشي روحوا خلصوا موضوع الدنماركب كابتن طارق أو خلي الناس تخلص الدنماركب وأنا معاك ماشي إنما الناس مش عايز تخلص مم فده تليفون بعدها قبل أول مطش أو تاني مطش الإمام كانوا خسروا بطولة السوبر وكانوا فيه كلام كتير جدا اتنادت دور أصل إمامه نحسه وشه مش عارف إيه وإيه وإيه كلام اللي هو ما يأكلش عايش يعني يبدو السوشال ميديا يعني آآ السوشال ميديا إنما ده مش حقيقي طبعا إمام لعب كبير جدا ولعب قوي ولعب مميز حصل بينه وبينه تليفون فيس تايم عشان ما يأجي يعني ما فكرش إن فيه أي حاجة لا مسجله بس آآ مش طبيعي يعني لإن أنا أخد بالك أنا بحب إمام جدا ماش بلعي بكورة آآ بحبه جدا 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 وعارف إنه هو راجل بينتمي لناد الزمالك بشكل أو بآخر إنه مكورة بالنسبة له احتراف دلوقتي ماش وده ما يزعلش حد طبعا حصل بينه وبينه تصالي ماهم هو أنت عندك استعداد إنه أنت في أي وقت ترجع آآ قال لي يا كابتن الموضوع ده كان من بدري تقوله طب يا أمام بص بعد المطش الجاي عنده مطش بكرة بعد المطش الجاي لو هفك الشوق يا حبيبي ما عنديش مشكلة خلص آآ إنه أنت تكلمني لو ما كلمتنيش اعتبر إنه أنت مش عايز الموضوع يكلمك يقولك إيه اتدخل إنه حاول نشوف حل نشوف موضوع نشوف سكة هتعملها إزاي ما عرفش بقى أنا مش موضوعي لأ ما قصدتش إنته أنت بتكلمه وتقوله لو ينفع ترجع الزمالك هو مرتبط بعد مع النادي الأهلي كان إيه لي في دماغك هو هو على فكرة الموضوع ده حصل بشكل غير مباشر إنه كان في في كلام على الهوى ما ينفعش تقال آآ مش فيه ما هو في كلام أنا مش هينفع أقوله عن كده تاني هو ده الحوار اللي ضرب الزبط ما قصدش قصد يعني هل مثلا هل في صغرة فعاد مثلا يا ماما شؤون معالي لا 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 طب يعني أنا والله والفترة الأخيرة أنا مش عايز أعرف كوانين هل مش عايز أعرف أصرار ماشي 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 بس أنا عايز أفهمها إزاي لا أنا قلتها أنا صنص مش مقابي هو مش فيه في الفترة اللي فاتت دي إمامة قال إن جاي له عرض من أحد الألداء السعودية آآ لزة مالك لدخل ولا والله لزة مالك له دخل ولا أنا ليا دخل ولا أي حد لدخل عرض طبيعي جدا 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 عادي يعني يعني ممكن تحصل لإمام إن إمام ممكن يجي له عرضه يسافر آآ آآ أنا فهمت فهمت بس مش كبري أما ليه لا 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 ولا لأن كده كده كان جاي له عروض آآ وكان في كلام إن الناس شوية مش يعني 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 الموضوع إمام خسر بطول طب تفتكر بأهمية إمام عشور اللي بقى مؤسر جدا في تشكيلة النادي الأهلي ممكن آلي بيها إمام عشور أعتقد في ناس قالت إن لو جاله سبع مليون عادي يجي بيها آآ دا الناس أنا ما عنديش المعلومة كاملة بالسنة أسمعتها أنا أسمعتها في أكتر من مكان وفي أكتر من موقع موقع كبيرة طب نقول الآلي لو بيع إمام عشور ب7 مليون إمام عشور هيرجع الزمانك بكاملة وعاء لو مش هنا بالسيناريو ده كله مش يعني يعني أخد بالك موضوع يعني أخد بالك آه مع عارب جدا مع عارب جدا وما كانش يعني يعني أنا في مرة الأولانية لأ كان عندي استعداد إن أنا أتدخل ونحاول نحل بس جيمة آخر يعني التدخل جيمة آخر قوي لإني كان خلاص الموضوع إيه شبه إن الأمور خلصانة بس فاضل تكة فاضل حسنة إنما بعد ما مدى الأمور كانت تفاوض حد اللوات يوفي يفرج علينا هيقول لي أنت ما سألتش الكابتن طاري العشري إزاي بتدخل في مفاوضات مع لاعب هو مرتبط بععد مع ندي طاري السايد عفو كابتن طاري أنا أسف الكابتن طاري قاعد بإزاي بيتفاوض مع لاعب وهو مرتبط بععد مع ندي أنا بس عزاوضة إحنا كانت طاري مش مسؤول في ندي فهو بيكلم واحد صاحبه يعني بس صحي دي نقطة والنقطة التانية لا فيه مسؤولين في النادي اللي كانت تكلموا لعيبة في الزمالك وعودة مش من تاي عادي جدا يعني ده جماعة مش أمر جديد يعني إحنا مش في المدينة الفاضلة في الكورة عشان برضو الناس يبقى إيه عايز تقول لي بيحصل ما بتحصل بتحصل بعين كده يعني مش يعني مش معلش مش حاجة مش حاجة مستخبية ده مصر كلها عارفها هقول لك الحاجة صد أحد عداء مجلس إدارة النادي الأهل المحترمين الكبار جدا للأدام في بودكاست طلع قال إحنا طلعنا فلان كنا هنطلع فلان الحتة الفلانية كنا هنطلع فلان الحتة الفلانية وأنا سمعته بودني وشوفته بعيني في البودكاست ومنهم اتسأل طب يعني ممكن يكون إمام طلع الدنمارك كبري قال له ده ما في المية ده عيده مجلس إدارة سابق وإسم كبير جدا في النادي الأهل والفيديو ده موجود على السوشيال ميديا طب أسألك سؤال هل الوضع ده أسطلا كله على بعضه تمام؟ يعني الفكرة جي نفسها بالنسبة لك عادية ولا مش عادية خالص صح كده؟ طبعا مش مصبوط بغض نازل حد عملها ولا محدش عملها بس هي مش عادية لا أنا ما بحبهاش طبعا وأنا هقولك على حاجة أنا زعلت من جواي أنا عن نفسي لأنه ممكن أنا اتكلمت في الوقت ده يعني لما جيت فكرت في الموضوع بس لنتكلم بالعاشم إنه هو صديقك غير إنه هو صديقي أساس الموضوع أساس الموضوع أنا ما ركزتش فيه قوي يعني أساس الموضوع لأن الموضوع ليه أساس بدون توضيح عاشم الخطري لأنه لأنه ما ينفعش يعني ما ينفعش وعلى فكرة والله 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 ما مسؤول داخل النادل آه إزا مالك هو اللاقي اللي عشان الأمور تتخدم حلوة دي برضو التوضيح المهم جدا صح لأ يعني ممكن مثلا إيه لوساس كريم رمزي حبيبي زملكوي جدا عنده من الإمكانات وبرضو بعيد عن ممدوح حباس عشان الكلام برضو ما يتخذش برضو إن أصل ما أكله مصر ممدوح حباس قريب لأن أنا في حياتي ما كلمتش لوساس مهم دو حباس إلا مرتين وهو رئيس نادي ماشي والفترة اللي فاتت دي كلمتوا عشان أتطمن عليها عشان عرفت إن هو عين ماشي حد بعيد خالص خالص عن نادي الزمالك زمالكوي رجل أعمال قال لي لو تعرف كذا 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 اتكلم ما ركزتش أنا في الكلام وخدت الخطوة وعلى فكرة أنا هتعطاها مع أمام وهو في التليفون قلت له أمام أنا هعتبر إن أنا ما كلمتكش ولا أنت كلمتني لو لو ما رجعتش تكلمتني يعني مش هكلمك تاني أقولك وما رجعتش تكلمك آه يعني أنا كمان يعني عارف إنت إيه إنت بتكلمني هو قلتلك لو سمحت كريم نطلع برا الموضوع ده خالص فهم وأنا وضحته له يعني قلت له أمام هعتبر إن أنا ما كلمتكش ولا أنت كلمتني لو ما رجعتش تكلمني لأي أنا مش كلمك تاني في الحتة دي فخلاص هو الراجل التزم الصمت وأنا التزمت الصمت وبعتزل لو أنا عملت حاجة غلط ده خلاص كان الطريق أنت دايما بتنوره دايما بتشرف دايما من العادة معاك حلوة جدا فجبت وحشني جدا كمان والله وأنت أكتر حبيب يا كابتن طارق أشكرك شكرا جزيلا كابتن الكبير كابتن طارق السيد لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل بس النبي عمر بقى أقول له يا عمر مش أطلع معاك بودكاست تاني عشان إنت كده عمر جبالله عشان بيغبس في الكلام ده ما هو البودكاست ما أنا شوفت أنا كبائس ما هو البودكاست ده على الهواء يعني أنا هو مش مستخدم يا كابتن طارق بس كده كده اللي بينك وبينه أنا ما بعرفوني بصراح لا لا عمر أخوي لسه بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل يا شرفني وينوارني الزملاء العزاء محمود شاكر ومحمد خليفة خليكم معاك يا عمر بحضراتكم مرة أخرى شرفني وينوارني في هذه الفقرة الزملاء العزاء محمد خليفة ومحمود شاكر خليفة منوار الدنيا بنورك يا كريم وسعيد أن أنا معاك في القناة الأولى وسعيد طبعا أن أنا مع شاكر أحبود منوار الدنيا كرعاك زكا كيم أخبرك إيه كل حمد الله كل حلم حمد الله سيد شاكر ده كريم لا أنت اللي شاكر لا 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 أنا أعلي عليك أنت ولا على معاك لا 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 النهاردة شغل على ما يبيضه لأ عشان طرق معاك مش كده لأ عشان طرق معاك وعشان الزمالك ما يبيضه لأ طبعا يعني النهاردة وإن كان الزمالك النهاردة ما كانتش أحسن حاجة وبداية طبعا وبداية الحال سامشون أكنولة ليه النهاردة كان موجود في الملحب هو يعني هو جزيل ميه نزله وتورد به يعني هو تخيل أنه هو حيكرر تاني سيناريو دريمز لكن في دريمز حتى هو كان بيتخدمه تحت سيف الجزيري هو غياب مصطفى شغلا بيعمله رابكة بس هو زود على نفس الربكة الراجل تورد فعليا في سامسون تورد فيه إزاي حواليك النهاردة تورد الراجل النهاردة لففه الملعب كله اللي هو بعارف أنت معاه شنطة مخدرات وعايز يتخلص منه ومش عارف في نصف ساعة أنا جيت في نصف ساعة الراجل طب خلال أنا جيت بعد ديار تلاتين أول ما تخرجوا بالزبط عارف أنت في الكوتشين هم عايز شايب وعايز يلبسوا لحد انت تايه ليه خراجوا يا سيدي خبر بقى كل شوية يضرب له مركزين يعني مثلا هو يجيبه في مركز المهاجم في سيف يجيش مال للتبوز أكتر تعالى نشوف من واقع الأرقام اللي الناس شافته سامسون كان النهاردة جزيجو ميس كان بيلففوا كعب دايل في المباراة شتخلص منه بدأ اللقاء كده أيوة ورت الزمالك في الهدف الأولاني بسبب هو وفتوح وحسام عب مجيد كانت الجابها الأضعف بعد كده راح الراجل عايز يتخلص من الجريمة دي راح جايبه يمين نشوف ده الكورتر الأولاني لعب فيه كده بدأ يجيبه يمين ويزيزه آه ورقم تسعة بدأ يحطه شوية قدام يعني هي مش جاية بس هو في الملعب بعد بعد كده جابه يمين بعد كده حطه قدام بعد كده نزله تحت سيف الجزيري نحية اليمين وبعد كده في الشط التاني يمكن أنزب حاجة ليه بلعبه شوية في قلب الملعب ماشي تحسن الزمالك كان ما بعد الفترات اللي خارج فيها سامسون أو ما بدأ يبعد عن أطراف الملعب لأنه هو عمره بتركبته الجثمانية دي ماينفعش لعب طرف الملعب مستحيل حتى الزمالك بدأ يمتلك كورة كل ما بدأ نبعد سامسون على أطراف الملعب سواء اليمين والشمال بدأ الزمالك يمتلك الكورة تعالى نشوف كورة الهدف الأول هنا فتوح وبوركان نازل ضاغط على فتوح عشان هو اللعب اللي هو ما طارد على الورق بيطلع الزمالك من الضغط والكلام من ده سامسون خسروا الكورة ومطاردته اللعب بوركان كانت سيئة جداً مش عارف يطارد لعب بوركان يعني بعد كده حاول يعمل الضغط على لعب بوركان بيجري راجل بطيء مش عارف يجري اشتراكاته في الكورة سيئة جداً ثم كانت الخطأ الكبير هنا ما بين فتوح وحسام عبد المجيد اللي كانوا مش في أفضل حالاتهم لكن عشان دي بقى كلمة الحق جوزي جوميز هو بيراهنا على سامسون دي أسوى حاجة عملها النهاردة لكن ترجع تاني وتفكر مكان جوزي جوميز ايه الاختيار اللي على الدكة اللي تقدر تقولي ان جوزي جوميز عامل جريمة انه معاده على الدكة اللي هو ضحب مين عشان يلاعب بساق انا عارف تماماً انه كان ممكن اختراته على الورق زين ضي ناحة الشمال تكون افضل حتى التفكير حتى يسوف أوباما اللعب الوحيد رغم انه فيه خلاف عليه من جمهور الزمالك وفيه ناس بتحبه وناس ما بتحبوش بس بقولك لو اوباما كان سليم ولعب شوية ماتشات قبل كده مثلاً كنت اقولك اوباما اختيار واضح لعيب عنده خبرات ومعقول بس اوباما حتى اللي هو يعني نص ونص قاعد على الدكة وهو جاي من غياب طويل من ماتشو فيوتشر الاولاني يمكن بقالنا اكتر من ده كان فرمضان يعني ماتشو فيوتشر الاولاني ده كان فرمضان بقاله شهرين مالعبش حتى الاختيار ده اللي هو يعتبر انما بدي الاختيارات ايه نضاي نضاي النهاردة هنزل معقول شوية عشان على الاقل بيعرف يجري ويسان الدفاعين بس نفيك وراء بكاش عارف يعمل فاول والله جار وراء الولد بكاش عارف يعمل فاول انا ده متكلم برضو في ليبل بائس جداً نضاي متيابة متيابة في ماتش اسبوح عامل جرائم ده مشكلة سكواد الزمالي انت بتتكلم ان السكواد خاصة في الكونفودرالي يعني في 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 الدوري بالتدعيم بناصر وعبدالله السعيد عنصرين انتو قال بتمشي شوية بيتتعكز انما في الكونفودرالي الخيرات الهجومية بعد اصابة شلبي وشكبالا الموضوع بقت قدام الدنيا صعبة جداً وانا من دلوقتي عازر جوزيجو ميز في لقاء القاهرة اللي حينزل مطلوب منه انه يهاجم ويسجل في الاختيار بتاع مين الوينج التاني اللي قصد زيزو يعني طوع التفكر في اختيارات سيد عبدالله نزافي القائل اهلي اخر شوية كنسية جداً يعني اختيارات ما فهمش حد واضح كده تقدر تقوله انت حتى رجل على رجل جوزيجو مزهل صح ليه الزمالك النهاردة زهر بشكل مش قائز اه طبعاً الزمالك بدأ المباراة بسوق كبير جداً جداً توطر مش طبيعي من لعبة الزمالك عصبية جديدة جداً وكلنا عارفين ان اللعب في شمال افريقيا مع المغرب والجزائر وتونس اول ربع ساعة دي اهم ربع ساعة بيبقى في حماس شديد وصخب الجماهيري وتفضل تعلي كورة تعلي كورة لما نيجي نتفرج على الهدف ضربة الجزاء اللي جيف في نادي الزمالك قابليها بخمستاشر ثانية نفس الخطأ بالزبط حصل من لعبي نادي الزمالك طبعاً لما نيجي هنا نتفرج على الكورنر اما كورة تلعبت عاوزة اوريك على رد فعل سامسون ورد فعل حسام عبد المجيد اول ما كورة تلعبت الكورة نزلت اول ما الرجل هيطلحها عاوزة اوريك الكورة تلع التاني بص واي فينا اللحظة حسام عبد المجيد ودنجا وجنبه حسام عبد المجيد مستني الكورة تنزل علشان يطلع الكورة بدماغه بص سامسون هيعمل ايه كورة اللي بعدها اول محسن مع ابد المجيد اونط عشان ياخده الكورة سامسون بيحضر نفسه يا كريم ان هو ها يعمل الهجمة المرتدة هتلاقي سامسون بيستعد ان يجري فحسام عبد المجيد اي دي كورة تانية الكورة طبيعي في اشتراك ممكن تنزل قريبة. فسامسون ساب الراجل. بص الكرة اول ما نزلت. اول ما نزلت. سامسون عشان عاوز يعمل هجمة مرتدة. ساب الراجل. امو الراجل هواخد الكرة ودخلها حسام عبد المجيد. يعني ببساطة الكرة مش في حاصل حسام عبد المجيد عشان تفط لعن مرتدة. ده لست كرة مشتركة خليك قريب. كرة ايه? حصلت? حصل الاحتكاك ما بين حسام عبد المجيد والراجل رقم عشرة بتاع نقطة بركان. وعدت على خير. والحاكم ما حسابهاش. دي كانت في ديئة ستة بالزبط. ستة وستاشر ثانية. طبعا لو نرجع الفريم اللي قبله. اللي قبله كمان يا شباب. الفريمين اللي قبلهم. الكرة لما طلقت من هذه الزمالك كنا. طلعت قوت. بعدها بعشر ثواني يا كريم. طلعت قوت. الكرة تلعبت. اول ما الكرة اتقطعت من افتوح. هيسلم لسامسون زي ما كان خليفة بتكلم. اول ما سامسون هتجيله الكرة. بص الفرق المسافة ما بين سامسون اه. الصورة اللي بعدها على طول. الراجل ام دخل على سامسون. واخد الكرة مع ان سامسون كان ممكن ببساطة شديدة من وان باس. يطلع محمد شحاتة او يطلع اه حمدي. اول ما الكرة تلعبت بص نكمل الفريم واحنا منتكلم. اتقطعت من سامسون. تاني سامسون اللي هو كان لسه عامل الخطأ الاولاني. بعد كده كرة تحولت. بص بص نوقف الكريم ده معلش. بص هو سامسون وصير اوي اللعب مد رجله من بين رجلين سامسون زقوا الكرة. اللي هو مفيش مش قادر يحفظ على كرته. انت بتتكلم برضو على. نبقيت يعني فكرة اللعبة قصيرة وزي زمالك بيجيب افارقة. سامسون ومتيابة. اللعبة بتبدر جلون من ورات اخده الكرة. صح. كمانا. كرة تقطعت. اول ما تقطعت بقى بص. على نفس الكلام برضو. نشوف الفريم اللي بعده على طول. الكرة اول ما تقطعت. لاحظ لعبة ناضب بركان. برضو حسام عبد المجيد. اللي لسه من عشرين ثانية. انت في كرة وكل وقف. وقال لك فار. وحصل صخب. ونفس الكرة حسام عبد المجيد. مفروض ما يبقاش بالتهور ده. وعاوز قولك على حاجة. نفس اداء حسام عبد المجيد كان اسوأ واحد في مبارات دريمز. برغم من دريمز كان فرقة مختلفة تماما. عن نهضة بركان زي ما انت شايف هنا. امر راجل واخد حسام عبد المجيد. ومرقصه لجوه. وعامل ضربة الجزاء. وايه اول ما تحقق. اول بصراحة ما اللي عادة جات قلت ان الكرة ضربة الجزاء. ففي عشرين ثانية انت عمل خطائين لحسام عبد المجيد. خطائين لسامسون. في اول خمس ست دقايق في ماتش في المغرب في النهائي. انت متوقع ايه? فكان في توطر مش طبيعي وعصابية كبيرة جدا من لعب نادي الزمالك. كانت سبب في دخول نادي الزمالك بسوء جدا في اول ست دقايق. هاي. فاتوح. فاتوح النهاردة قدم واحدة من اسوأ لقاءاته في مثلا في مسيرته مع الزمالك. بالزبط. اه. وحاجة تصعب عليك بقى. فاتوح اللي من آآ بالزبط كان الكان اللي كان مع كيروش كان بيلعب بطولة ضد افضل الازهرة منهم اشرف حكيمي وكان واقف على رجليه. النهاردة بيقدم مستوى سيء. ودي برضو جرس انزال لفاتوح. لعب الكرة حاجة حياة كاملة. لعبة الكرة حياة كاملة بتعيشها لتخصيص للكورة. فكرة اني لايف ستايل بتاعك في في الصحيان في النوم في الاكل في التخزياء. ده مهم جدا عشان تكون واقف على رجليك في كل المواقف. وتكون في افضل مستوياتك. النهاردة فاتوح نبص على اكبر ميزة عند فاتوح اصلا اللي هو بيجيده دايما خروب الكرة والباسنج. تعال نشوف ارقام فاتوح في الباسنج اتعاملة ازاي اصلا. نسبته كانت اربعة وسبعين في المية. خلي بالك. اللعيب ده لو لعيب تلت اخير بتبقى نسبة كويسة عادية. لان التلت الاخير اما بتفقد فيه الكور بيبقى عادي. متقبل انت مضغوطه في اخر مناطق الخصم. انما من واحد وستين كورة فاتوح مرر خمسة واربعين مزبوط. وستاشر كورة. ستاشر كورة دول فاتوح مررهم فين? اغلبهم في تلت ملعب الزمالك. فانت بتفقد ستاشر كورة او مش لازم يكونوا ستاشر كورة كلهم في تلت ملعب الزمالك. ولكن هنقوم اكتر من الصوم عشر كورات الزمالك خسرة في تلت ملعبه. بسبب فاتوح. دي ارقام سيئة جدا بالنسبة لفاتوح. بجانب انه عمل مخالفات كتير جدا. اللي انت بتتكلم فيها شاكر كاتل. بدا الاولى ضربة روكنية هي من حاجة من الهاش اي لازم رح مطلع على الكورنر. يعني هو عمل الكورنر ده مرة واتنين في بداية اللقاء بدون اي مبررات. واحدة كانت في رجله رح مطلعها كورنر. والتانية كانت كورة طويلة رح مطلعها روكنية اللي كانت على دماغه. ثم كانت اعتقد خاطئته الكبرى. الهدف التاني اللي نقطة بوركين. بوركين كان معتعز انه مختنع بالواحد صف. ما كانش ضغط بشراسة بعد الواحد صف. فاتوح بدون اي مبرر. عمل المخالفة. مجانا. مجانا. لعيب مزنوق ما عملش اي حاجة رح مدينه مخالفة رغم كل التنبيهات. زمان احمد الجهري كان قابل فاهم انا مطش بيقول ده حتى لو مس اللي معاك كيف شاف يعدي بالحطة دي. بالحطة دي مزنوق. يعني خلاص. هو اتزنق خلاص. دي حقيقة. وان كنت انا شايف المسكن يعدي عادي بس. لا ده مسي. اكمل لك بقى ازيدك على في الشعر بيت كمان في الهدف التاني بما ان احنا جينا الهدف التاني. عوات. عوات واقف جوة الجون. يعني انا مش واضر افهم برضو. اين? ماشي. هي كرة عرضية. بلونية. ما طلحتش عوات. ماشي. انما انت تمركزك ازاي عشان تصدوا الكرة. مفيش حارس بيقف في جوة الجونت حرفيا. تعال نشوف صور الهدف التاني. عوات واقف جوة الجونت. بالمعنى الحرف الجونت. عارفك او عملها في القاء بيرامدز. اللي خلص في عزيزة. اه انت رشتولها مجازا يعني ان هو اقف جوة الجونت. نا هو واقف جوة الجونت. هتقولنا الصورة يا شباب. اه الصور بتاعت عوات. دي ارقام طبعا فتوح كان اكثر اللي عامين فقدانا للكرة مع سيفة الجزيرة طب دا مهاجم. انها فتوح ان انت تفقد الكرات. برضو دا عدد كبير. هات بقى اللي بعدها الصور بتاعت الهدف التاني نازل البروكاة. فين عوات? رجل اليمين فين? حرفية جوة الجون. يعني الكرة بتتعامل هو ما طلعش على العرضية. ايه اللي موقف عوات جوة الجون? انت لو اخت خطوة بدري. الكرة كل ما هتقرب للجونت هتبعد. انت لو اخت خطوة بدري هتقرف تتعامل مع الكرة دي بمنتهى البساطة. غريبة بصراحة الصورة دي جد. يعني ده رجل جوة الجون. حرفيا رجل اليمين جوة الجون هات الصورة اللي بعدها. اه? هو بيعمل التراي. انت لو جات في ايدك دلوقتي بانت جوة الجون. اهو رجل رجل اليمين جوة الجون. انت ما خلاص انت لو عملت التراي ما هو ده الفكرة. الكرة منها ضعيفة. انما دخلت لان تمركز عوات. لو عوات خطوة بدري. كانت الكرة مبعدتش. كان يعمل التراي كان يبقى قريب من. يعرف يطلحها. مش يدخل بيها المرمى. لان هو واقف. تمركزه كان سيء جدا جدا. وللأسف. زي ما قلت. احنا لو الناس تفتكر. التلات اهداف. في برامج سيمي فاينال كاس باصر الاخير. التلات اهداف عوات كانت تمركزه على خط الجون او جوة الجون حرفيا. جولة يعني جول الاول دخل خلاص. ما بين الجون الاول والجون التاني مسافة قريبة جدا. بس الزماني كان مازال متلغبط. في عشوية كبيرة جدا. في التنظيم في الفريق. سواء دفاعين او هجومين. الزمالك يا كريم. اتلعب عليه. في كور السابتة. تلات كور واربع او اربع كور. في خلال تلاتين دقيقة. بنفس الطريقة. على البعيدة. لأطول واحد. لو اسمه عادل تايف. اللي جاب الهدف التاني. ولعبت الزمالك كلها مش واخده بالها. واللي انا كنت مستغربه. وقفت لعب الزمالك في الكعرضة البعيدة. ان انت موقف اتنين. مش مميزين بضربات الرأس. تعال اول كورنر خالص في المباراة. لما نيجي نشوف الفريم اللي بعده على طول. عاوز اوريك صورة مهمة جدا. شايف الراجل اللي لابس جازمة حامرة اللي هو جنب الحاكم ده. الراجل ده كريم هو اللي احرز الهدف التاني بتاع نهضة بركان. لزي ما انت تتفرج هنا. مين اللي واقف على عرضة البعيدة. هتلاقي محمد شاحتها وتلاقي احمد فتوح. شايف الراجل اللي جنب الحاكم ده. الراجل ده اتلعب عليه كورة تلات مرات لحد من الرابعة جات جون. ده اول كورنر. نشوف ال نفتح اللي نكمل بقى الفريم اللي بعده. الكورة هتتلعب على البعيدة. الراجل ام داخل. بوس كام لعيبة من نادي زمالك. تلات لعيبة من نادي زمالك على لعيب من نهضة بركان. والراجل ام طلع خد الكورة بتاع نهضة بركان. نكمل الفريم اللي بعده. نزلت على طول الكورة تانية للرجل بتاع ناظه البروكان على اه قصة 18 نكمل الفريم اللي بعده وقام الراجل شايتها ودي كانت اول كرة في المواتش ان الكرة عم يتلعب على البعيدة. طب تعال نشوف الكرة اللي بعدها. اه زي ما انت شايف كده الكرة اللي نزلت التانية على طول الراجل لقم 13 بيجي من بعيد. دي اول واحد. الكرة اللي بعدها على طول. زي ما انت شايف هنا عود طلحها ودي كانت اول كرة خالص في المباراة. بعدها بالزبط الفاول عاوزك تتفرج مين اللي واقف احمد حمدي واحمد حمدي وماس في ضربات الرأس احمد حمدي عمره ما كان وماس في ضربات الرأس نفس الفاول يا كريم لما تيجي تتفرج اتلعبت الكرة العالية نفس الراجل طلع لعيب رقم 13 وامواخد الكرة برضو من احمد حمدي واللعيب اللي جنبه احمد حمدي اعتقد ده كان محمد شحاتة وامت الكرة برضو طلع التانية فالراجل خد كرتين نيجي بقى نتفرج على الهدف التالت نفس الكلام هنا بقى الهدف التالت ده انا بحمله لا احمد فتوح الهدف التاني سوري بحمله لا احمد فتوح لانما تيجي تتفرج هنا يا كريم عالكورة اول ماركورة تترد الراجل هيلعب الكورة لي صراحة لعيب رقم 7 كان مميز جدا لما وضع في رفع العيب رائع هنا بقى عاوز اقوريك حاجة غريبة جدا من احمد فتوح رصة يا كريم الكورة لما تنزل التانية الكورة هنا احمد فتوح والراجل الكرة جاية بسرعة بشكل كبير جدا لما نكمل الفريم اللي بعده انت اقول لي يا كريم هنا انت هنا انت اقول لي ممكن لعيب زي ده ممكن نرجع فيريم اللي قبله معلش فيريم اللي قبله عطول هنا اقول لي انت ايه الخطورة اللي ممكن يعملها اللعيب ده لو هو زي ما انت بتقول مين هنا بقى احمد فتوح اقولك المفاجئة كمان طيب يا سيدي حيعدي يعني اعتبرناه هيعدي هيرجع تاني دي الكرة ده ما فيش حد في مطقتك زي غل واحد ربيعة بيعمل فاولات عمل واحدة المازمبي وقلتلك لما تروح تونس والجزائر ومغرب محدش الفاولات المجانية دي بالزبط ايه هداية مجانية ادي احمد فتوح نشوف الفريم اللي بعده الراجل حط دهر له كرة بص وشه للكورنر ويمينه للقاوت وما فيش حد وراء اخره ايه هياخد الكرة يدوس عليها هيجي لك مسندق اطلق بالزبط كده ام فتوح دايز بس عارف اقولك ليه عشان ده العيب حريف ودعي احمد فتوح في المطش فعصف فتوح مع ان فتوح لعب على معلم كبير او اسم واشرف حكيمي ومغربي برضو بس كان اهدى من كده بكتير ودي الفاول اللي عمله فتوح نكمل الفريم اللي بعده عطول ام فتوح زق الراجل وام خد الفاول تعال بقى نتفرج على الفاول اللي لسه نمكلمك ان تلات فاولات قبلها كوردارين وفاول اتلعبوا برضو على الزاوية البعيدة نفس بص يا كريم الوقفة بتاعة لعبة نهضة بركان بص الراجل اللي وقفه وراء سامسون فيه اتنين لعيبة وقفة وراء سامسون الكورة هتتلعب العرضية البعيدة اول ما هتتلعب برضو الراجل اللي جاي من بعيد نكمل الفريم اللي بعده الراجل هيجيب منتع سورة برضو على الكورة البعيدة وطلع خد الكورة من لعبت الزمالك للمرة الرابعة في تلاتين دي الكورة تتلعب على العرضة البعيدة لغاية لما الراجل بيجيب جون ثلاث أو أربع مرات كرة تلعب على عرضها البعيدة ولعبت الزمالك مش قادرة تتخلص من المشكلة دي لغاية لما أحرز الهدف الثاني أخطاء متكررة بشكل مصدر عايز كلمة كنت أتنبع على جون الزمالك حلو جون الزمالك فيه تمايز كبير جدا من سيف الجزيرة سيف احنا بننتخده كتير وبضيع واحدة في الشوط الأولاني فيها أنا شخصيا كنت شايفة أسهل كمان من الهدف لكن الهدف على قد مصناعة جيزو فيه مميزة لكن سيف الأوفر بعيد يعني هو أنه هو اشترك وتوجه وهي الظروف خدمت أنها دخلت المرمى لكن سيف يحسب ليه أنه هو ارتخاءه كان كويس تعامله مع الكرة كان كويس أنا عايز أقولك أنه هي مبدر جدا ولكن نرجع تاني نوقف برضو هنا أنا عايز أقول الميزة أن جزيجو ميز عملها بين الشوطين شوية أن أبعد سامسون عن مناطق صناعة اللعب والمشاركة وبدأ يبقى قريب لسيف الجزيري هو ده الحاجة الوحيدة اللي أنت ممكن تسفيد من سامسون ده ما طول ما أنت هتشركه في المراحل التانية حيديك صفر كبير النهاردة فكرة أن موجود سامسون على القيم القريب سمح أن سيف يجي مرتاح عكس أن سيف ما يبقى لوحده وما فيش أي مساندة بيبقى جاي ومضغوط بين الاتنين هنا بزمانك بمرر الكرة وطبعا عرضية مميزة من زيزو رغم أنها الكروس من بدري أعمالها الفريم اللي بعده بقى نروح له هنا العرضية أنا بحيي سيف حاجة أن الكرة كانت بعيدة عن المرمى يعني ميس سهلة تماما وزيف انتخضناها كتير جدا في ضربات الراس هي خدمت بعد كده بعد ما هو اتعامل بها بلمسة الراس بتاعته لكن في النهاية دايما التوفيق بيجي للمجتهد سيف النهاردة كان مجتهد حتى بانت في الكرات اللي كان بيشترك فعلا مدفعين بركان وتاكلينج وبيروح وييجي سيف أدى الفورمة اللي انت بستنيها من سيف فهو كان الجن مكافأ على اجتهاده طوال اللقاء وفي التوظيف الوحيد يعني الجزيج وميز لما تورد في سامسونج زي ما قلنا في نهاية الشرط الأولاني لو حتى سامسونج مهاجم راح جايب سيف ناحية الشمال وبيجربها أحيانا زي في ماتش دريمز في نهاية برضو الشرط التاني استخدم سيف كجناح لا سيف ما نفعش جناح مش عشان هو سريع تستخدمه كجناح سيف هو الفرض الوحيد في منظومة الزمالكة الهجومية لو نقول سيف ناصر منسي سامسون الوحيد اللي يفضل عندك احتمال انه يسجل هو سيف الجزير فما ينفعش يتبعده عن منطقة الجزاء وانه هو يكون مهاجمك الرئيسي اما تحب تنزله مهاجم تاني زي سامسون زي احد يبقى مساند ليه وسيف هو طرجتك الرئيسي اللي تلعب عليه لان مهما كان ظروفك هو الوحيد اللي ممكن يحط الكرة في الشبكة في الثلاث اسماء اللي موجودين سيف الجزيري هو الاعرب طبعا ممكن سامسون يسجل ممكن ناصر منسي يسجل بس لو باحتمالات الرياضة هو ما زال سيف الجزيري هو المهاجم اللي ينفع تراهن عليه فانا اتمنى ان سيف لو انت حتى حبيت تلعب اتنين مهاجمين يبقى ترجيتك الرئيسي سيف الجزيري سيف جمهور الكرة شواف وجمهور الكرة دايما مهما ينتقد في اللعيب لما يشوف اللعيب دايما بيقاوح واللعيب بيعمل اللي عليه حتى لو معهوش الحظ اه طبعا حتى لو معهوش الحظ ومعهوش التوفيق بس انت تحب لعيب الكرة اللي بيلعب من قلبه سيف الجزيري النهاردة اه فقد الاستحواس كتير وتقطعت منه كور كتير ولكن مجهوده في الاخر ربنا بيكافؤ بالهدف اللي جاء بس هو عنده حاجة غريبة جدا سيف الجزيري بيضيع السهل فتوح العيبة وبمناسبة دي كانت اول هجمة منظمة لنادي الزمالي كانت في دايما تلاتة وربعين او اتنين وربعين والمناسبة فتوح عمالة حلوة اوه عشان احنا برضو جد يعني فتوح هنا الراجل دخل عليه قال له تعالى يا بشر رايح باس صعد على جنب كده لمه لما خماسي من بتوع زمال لمه وبعدين بقى معامل برجله كده بص بقى على سيف الجزيري فين يا كريم سيف الجزيري مفيش اي حاجة صعبة انه هو يحطها جون الاوفر اتلعب وفتوح زي ما الكتاب بيقول والراجل مش مدايق سيف الجزيري قوي بص راجل عمل الارتقاء جوه السيكس يارد يعني انت بص والجنب بتاعه عند السيكس يارد اي لمسة جون الظلطة انه حاب يحطها باند باندي وعاوز يعملها باند الباندي يبقى بعيد نفس الكورة دي اللي ضاعت في ماتش دريمز في مصر نفس الكورة بيضايع الكورة كتير جد دم السيكس يارد اللي بقى نتفرج على الهدف ده اصعب بكتير المسافة تقريبا الضابل طبعا زيزو مهما كان زيزو هو برضو وحلال لعود لا وعمل مجهود بدل المهارد مش طبيعي زيزو المهارده كان ناس يقف جون بصراحة عمل كل حاجة في الدين الاوفر اللي اتعامل بص بقى هنا الفرق ما بين الكورة اللي انا جبت لك في الشرط الاولاني الكورة دي تانية كان جوه السيكس يارد ومعهوش حد مدايقه المرة دي الراجل طلع وسط اتنين ولعبها فعلا حلوة جدا جدا وده نتاج مجهود سيف الجزيري لانا زي ما بقولك الجمهور ممكن ينتقد بس انا لما لقى اللعيب بيلعب من قلبه واللعيب بيموت نفسه عشان خطر الفرقة في الاول في الاخر لا الجمهور هيستحمله غير لما انت تبقى لعيب متكاسف عشان كيف بصراحة تحية كبيرة لسيف الجزيري وانا شاف نتيجة ممتازة لنادي الزمالك بناء على المستوى اللي تقدم النهاردة جمهور نادي الزمالك المباراة اللي تانية وهو العمل الاكبر وان شاء الله بإذن الله بإذن الله معي عشر سواني عايز اقول حاجة ان جمهور الزمالك كان بطل الكونفودرالية حرفيا من البداية في اللحظة للزمالك كان تقريبا خرج من البطلة في مباراة آلتة سرار هم اللي خدوا بإيد الفرقة ودخلوهم وانا متأكد ان شاء الله ان جمهور الزمالك هيكون هو بطل لقاء العودة خاصة ان الضغط كبير جدا جدا على فريق نهاردة بركان اللي اعتقد لا في وسط السبعين ثمانين ألف في المتناول لا الفريق في المتناول وان شاء الله هي بطولة الزمالك بيزناء خليفة بشكرك شكرا جزيلا ده انا اللي بشكرك يا كريم وسعيد ان انا معكم مع شاك محمود نورت الدنيا بشكرك حبيبي يا خليف ده نورك وكل عادة كنت سعيد بتواجدي معك اكيد ومع خليفة ختاب حليتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على البخير